موسيقى تشاهدين في كل مكان مساء الخير و اهلا محضراتكو في لقاء جديد و حلقة جديدة من حلقات الاهل يحاور النهاردة عندنا عدد من الاخبار والتقارير والموضوعات المختلفة والمتنوذة المرتبطة بالنادي الاهلي على مستوى كرة القدم و نشاط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي و على مستوى الخدمات والتطوير والانشاءات و مقار النادي الاهلي والفروع المختلفة بنحتفل طبعا في هذه المرحلة النادي الاهلي و قناة الاهلي و اعضاء النادي وجماهيره ايضا بمرور ثلاث سنوات على تأسيس فرع الشيخ زايد و ان شاء الله يشهد مزيد من النهوض والتطوير والانشاءات والخدمات على كافة المستويات و يكون جزء من منظومة او يأتي في اطار عام بنشهده في هذه الفترة في اهتمام كبير من مجلس الإدارة لقيادة الكابتل محمود الخطيب للتطوير بشكل عام سواء في النادي الأهلي في الجزيرة أو في أي مقر آخر أو فرع آخر من فروع النادي الأهلي مع كمان الاتجاه للإنشاءات الجديدة ومشروع القرن أو مدينة الأهلي الرياضية وفرع التجمع الخامس وكلها أخبار صارة ومبشرة إن شاء الله تسير وفق الخطط الموضوع لها هندسيا وإنشائيا وزمنيا واستثماريا وتمويليا في الفترة الجاية وتكون ناجحة وموفقة ومنضبطة في المدى الزمني المخطط لها وفي دقة التطوير والتشهيد والتنفيذ بالشكل المرضي لعضاء النادي ولجماهيرو واللي بتعلن اهتمامها الكبير بيه طبعا كل الكوادر والخبرات الموجودة في مجلس الإدارة الحالي عندنا كمان لقاء مهم جدا للأهلي يحاور النهاردة هيكون التركيز الأكبر فيه على مشوار واحد من أبرز النجوم في تاريخ النادي الأهلي وكرة القدم المصرية بما قدموا من عطاء وبأرقام قياسية وعدد قياسي من الألقاب والبطولات والإنجازات حققها مع النادي الأهلي وبشكل خاص مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي نجمنا الكبير الكابتن أسامى عرابي هيتكلم عن بدايته مشواره دخل إمتى وإزاي نادي الأهلي وبدأ أولى أيام التدريب والتعرف على هذه القلعة الكبيرة في مجال الرياضة عربيا وعالميا وطبعا من شكل خاص على مستوى الرياضة في مصر وأيضا ما حققوا كيف يرى الإنجازات الحققها وأبرز البصمات والخبرات والشخصيات والمدربين اللي تأثر بيهم خلال مشواره وصولا إلى مرحلة الاعتزال اللعب والتواجد داخل الملعب وداخل المستثيل الأخضر وبدأ مراحل أخرى بيستفيد بيها من خبراته السابقة ويسقلها ويمارس خبراته الجديدة كمدرب سواء مدرب عام أو مدير فني في مختلف التجارب السابقة اللي مر بيها كمدرب في مجال كرة القدم أيضا نتحدث في اتجاهات كثيرة مع الكابتن أسامى عرابي عن رأيه في الاستعدادات بكرياته عن المشاركة في كأس العالم وأيضا استعدادات منتخبنا الوطني لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا إن شاء الله ورأيه في المباراة الودية وشغل الجهاز الفني بقيادة المدير الفني هاكتور كوبر وأيضا شكل وأداء وخطط والأسلوب الفني اللي ظهر عليه وظهرت عليه شخصية منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المباراتين الوديتين الأخيرتين سواء مباراة البرتغال أو مباراة اليونان وأيضا توقعاته لباقي برنامج الإعداد والمباراة القادمة وكيفية تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة بيها وصولا إلى ما يحقق أعلى درجة ممكنة من التفاهم والتجانس بين اللاعبين وكفاءة الأداء فنيا وبدنيا خلال مشاركتنا في المباراة الرسمية إن شاء الله بنتكلم أيضا عن دائما أبدا في مطالبات في إطار العلاقات الأكثر من رائعة اللي بتربط النادي الأهلي بباقي المؤسسات والأندية الرياضية في مصر وفي العالم العربي في السعودية في الإمارات في كل مكان دائما أبدا هناك مطالبات بالتواجد والمشاركة لمختلف الفرق الرياضية اللي بتمثل النادي الأهلي ورياضة المصرية في محافل ومناسبات رياضية خاصة جدا ومنها المباراة الأخيرة اللي انتهت بفوز الأهلي أربعة واحد على فريق شقيق وصديق للنادي الأهلي هو فريق الفجيرة الإماراتي في إطار الاحتفال بذكرى تأسيس النادي ومرور خمسين عام على تأسيس النادي الإماراتي الشقيق نادي الفجيرة حنتكلم أيضا في اتجاهات كثيرة عن كرة القدم والنهوض بشؤون كرة القدم والناشئين وقواعد الناشئين في مصر وكيفية تطوير منظومة كرة القدم للاقتراب أكثر من دائرة الاحتراف ودائرة الاستثمار الصحيح في مجال الرياضة المتعارف عالميا أنها بتزيد وبيزيد الاهتمام بها وضخ مبالغ مالية واستثمار مبالغ طائلة فيها وده اللي احنا بنشهده في العالم كله وبدأ يكون فيه اتجاه للتقارب مع هذا المستوى على مستوى الرياضة المصرية ودائما أبدا اللي بيقود هذه المسيرة والرائد في هذا الاتجاه هو النادي الأهلي خلونا نتكلم شوية عن بعثة النادي الأهلي في الإمارات اللي وصلت بالفعل إلى القاهرة بعد المشاركة في هذه المباراة الودية مع فريق الفجارة الإماراتي واللي انتهت بفوز النادي الأهلي أربعة واحد وأيضا بتكون هناك فرصة كبيرة جدا لتجربة عدد من العناصر التي لا يتسع المجال أو لم يتسع لمشاركتهم خلال الفترة اللي فاتت الوقوف على مستواهم تجهزهم للفترات الجاية اللي ممكن يكون فيه فرصة للاحتياج لهم في الملعب في مباريات رسمية سواء محليا أو أفريقيا وأيضا تجهزهم واقترابهم أكتر من المشاركة ومن حساسية المباريات عشان يكونوا في أفضل حالة ممكنة فنيا وبدنيا عندما يتم الدفع بيهم في أي لقاء رسمي أو مهم أو مؤثر وبالتأكيد غاب عناصر أو عدد كبير جدا من العناصر المهمة لعبين أصحاب الخبرات ولعبين الدوليين غابوا عن هذا اللقاء الودي في الإمارات وهنتعرف أكتر بعد قليل مع حضرتكم على تفاصيل أكتر عن هذه الرحلة واللعبين وخبراتهم وما أهمية وما اكتسبوا من خبرات ورؤية الجهاز الفني لكيفية الاستفادة بالشكل الأمثل من هذه اللقاءات وده اللي هنسمعه بعد قليل مع حضرتكم خلال لقاء وحوار تم إجراءه مع الكابتن حسام البدري خلال تواجد البعثة في الإمارات أكيد المباريات الودية يعني النهاردة كوبر لو خدنا مثال وعملنا قياس بين النادي الأهلي منتخب مصر أكيد كوبر كمان بيستفيد بالشكل الأمثل وجهازه الفني من المشاركة في عدد من المباريات الودية مع فرق متدرجة المستوى أعتقد الكل هيجمع على أنه أهم محطتين في مشوارنا في مبارياتنا الودية وفترة الإعداد والتجهيز لكأس العالم هتكون طبعا مباراة البرتغال اللي انتهت بالفعل ومباراتنا مع المنتخب البلجيكي اللي مصنف حاليا كواحد من المنتخبات اللي بتضم عناصر قوية جدا وأكثر من رائعة وموجودين بصفة أساسية وبيشارك وبشكل أساسي ومؤثر في عدد من أفضل وأقوى وأشهر عندية العالم وعشان كده بنقول إن مش كل المنتخبات اللي بنواجهها بتكون على نفس الدرجة من المستوى ومن الخبرات وأسماءها متدرجة في تقييمها الفني وفي عدد اللاعبين المحترفين والنجوم بلغة كرة القدم الموجودين بين منتخب وآخر بتختلف هذه الأعداد وتأثيرها في الملعب وكل ما زادت الخبرات اللي بنواجهها قبل كأس العالم بالتأكيد ده بينعكس كمان بشكل إيجابي على اللاعبين لأنهم بيكتسبوا خبرة أكتر بالاحتكاك مع مدارس متطورة كرويا ومتقدمة ومع لاعبين أصحاب خبرات هيكونوا منافس قوي في المباراة الودية وحيفكروا اللاعبين أو هيقدموا لهم مشاهد ومواقف مشابهة لللي حيمروا بي إن شاء الله في كأس العالم طبعا إحنا في نفس الوقت في أي وقت خلال هذه التغطية بالتأكيد لو عندنا أي جديد أو أخبار تتعلق ببدء عملية الفرز الخاص بالأصوات مع نهاية عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ومع نهاية اليوم الثالث من الأيام المخصصة للتصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر 2018 بالتأكيد هنكون حارسين على متابعة الأمر وطبعا تقديم الأرقام كما ترد إلينا ولكن أرقام مؤكدة ورسمية أول بأول في أي بيانات رسمية بتصل إلينا يمكن الاعتماد عليها خلال وقت البرنامج ومد حضراتكم أيضا بكل النقاط وبكل المعلومات الخاصة بما يرد إلينا دقيقة بدقيقة عن عملية الفرز وعن نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر 2018 هنتكلم كمان مع الكابتن أسامة عرابي عن بعض الأمور المتعلقة باللاعبين الأقرب إلى الكابتن أسامة عرابي هل هناك لاعب محدد بيعتبر أنه الأقرب له أو خلفته في الملاعب فيه تشبيهات خاصة جدا بينه بين واحد من نجوم الجيل الحالي في النادي الأهلي هل هو متفق مع الأراضي ولا لا وهل هو شخصيا بيطلق على هذا اللاعب أنه خلفته وأنه الأقرب إلى أسلوب أداءه وإلى حجم وعدد مشاركاته وعدد المباراة اللي شارك فيها والبطولات والألقاب اللي أحرازها مع النادي الأهلي ولا لا أيضا هنسأل عن تجربة أكثر من رائعة المفروض أنها مثال يحتذى في عالم كرة القدم إزاي لاعب يقدر يحصد أكثر من أو يشارك في أكثر من 400 مباراة مع فريقه ويحقق عدد كبير جدا من الألقاب تخطط 28 بطولة مع النادي الأهلي ويظل في الملاعب مؤثر ومطلوب مشاركته بصفة أساسية وبشكل وبنسب كبيرة في المباراة حتى عمر 38 عام بالتأكيد دي تجربة تستحق الوقوف عندها لأنها ممكن تبقى مثال مؤثر جدا لأطفال ولشباب ولنشئين ممكن يشوفوا التجربة واستفيدوا منها في مشوارهم مع الحياة الرياضية وبشكل خاص مع كرة القدم خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير وطبعا بعثت النادي الأهلي في الإمارات ولقاء تم إجراءه مع الكابتن حسام البدري مشاهدين للقرام كما تتبعون معنا لقطات خاصة وحصرية لبعثة فريق النادي الأهلي عاقب أداء المباراة الودية مع نادي الفجير الإماراتي احتفالا بي اليوبيل الزهبي وبالتالي في هذه اللحظات يسعدنا أن يكون معنا الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي والمتوج بالنجمة الرابعة رقم رقم أربعين اللقب بالدور العام كابتن حسام بقولك أولا مبروك الفوز بالدور العام والنجمة الرابعة وفرصة طيبة يعني نبرك لك في هذه المناسبة كمان في مبروط دية كبيرة والأهلي بيشارك كمان في مع الفجيرة في احتفال باليوبيل الزهبي طبعا بقولك الله بارك فيك وبقول مبروك لجبهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي أكيد الفوز بأي بطولة طبعا بيسعدنا جميعا لكن يمكن زي ما احنا بقول يمكن الفوز بهذه البطولة برضو له طعم خاص لأن زي ما احنا بنقول هو الفوز رقم أربعين في نفس الوقت بيبقى مصحوب بكلمة النجمة الرابعة فدائما بقول الحمد لله سيظل هذا الإنجاز لصالح الفريق الحالي والمجلس الإدارة الحالي والجهاز الفني وجهاز الإداري واللعابين اللي موجودين أنهم في الوقت تدور حقا والنجمة الرابعة اللي ان شاء الله هتبقى موجود على تشيرت النادي الأهلي فأكيد بتبقى ذكرة تاريخية لنا كلنا الموجودين نتمنى إن شاء الله تزيد النجوم لكن أكيد طبعا بقول الحمد لله وبهدي طبعا الفوزة لجماهير النادي الأهلي رد فعال جمهور النادي الأهلي معك في الاستاذ عقب المباراة ومع الجهاز الفني بالكامل واللعابين تتويج مسابقة لما بيكون بقى رد فعال الجمهور اللي بيبقى مبسوط بعد كل هذا الإنجاز بيبقى رد فعاله مختلف تعليقك على المشهد ده خاصة أنك وجهت الرسالة للكل اللي يكون موجود مع الجمهور بيحتفل معاه بهذا المشهد أكيد طبعا إحنا سعاداء طبعا بوجودنا في دولة الإمارات وفي نفس الوقت احتفال بالليبيل الزهبي للنادي الفجيرة وفي نفس الوقت دعوته للنادي الأهلي وأعتقد أن الاحتفال كان لائق جدا بالحدث وبالاحتفال وبوجودنا كنادي أهلي في دولة الإمارات في نفس الوقت بقول يمكن جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي بنشوفها في كل بكان بتبقى ورانا وبنشوف الكم 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 ده اللي ما بتلوش في أي حتة يعني كل ما بتروح في أي حتة في أفريقيا بنلاقي ورانا جماهير زي ما بتشوف الدول العربية في نفس الوقت يمكن أنا سعيدة جدا بالتحية الخاصة اللي بالذات قبل المباراة لأن يمكن العلاقة دية بتخليني زي ما أنا بقول ودائما بكرر أن بأكد بدون أي مبلغة أن هدف الأساسي هو إسعاد جميل النادي الأهلي ومتأكد طبعا أن في كل حساباتنا ومشواري طويل ووجودي في النادي الأهلي سنوات طويلة جدا كل ما انت عملت معهم على المستوى المسئولية ومستوى المختلف في النادي الأهلي بيبقى هدفه إسعاد جماهير النادي الأهلي فما انت بتقول بتشوف الجماهير بتبقى فرحانة الجماهير بتحييك الجماهير بتبقى سعيدة فكيد بتحقق الهدف الخاص بيك وبيديك بالعكس بيديك دوافع أكتر وبيديك رغبة أكتر في مزيد من الانتصارات وده بنعكس علينا كلنا كلنا كلعبين وكأجهزة وكما يسئولين في النادي الأهلي ما بنشوف السعادة اللي احنا ما نشوفها بالنسبة للجماهير دي عن تقل الجزاية أخرى والبطولة الأفريقية أولا حققت رقم قياسي ممكن ما تحققاش من سنوات أخيرة الفوز على مونانا الجابوني وهذا الفريق كان السنة اللي فاتت كان هيقص الوداد اللي حمل اللي فاز بالبطولة في نهايتها لكن حققت فوز عليه زهاب وعياب بنتيجة عريضة ثم أقيمت القرية الدوري أبطال أفريقيا وحرك في التويد ده قلت في كندا للإتمانان على الأسرة وزيارة قصيرة يعني طبعت الحدثين إزاي أنك تفوز على مونانا في دور 32 وتحقق أدي أداء جيد جدا ثم إجراء مراسم القرية والمجموعة اللي وقع في الأهلي وطبعا مرحلة التأهل في غاية الأهمية لأننا عارفين مشغل الأفريقي أنك تكمل فيه لابد أنك تتأهل والتأهل ده كان بلقاء مونانا الجابوني فريق مميز لكن الحمد لله كنا يعني موفقين وفي نفس الوقت أدينا بشكل مرضي جدا في المباراتين وتحقق الهدف الأساسي اللي هو الخطوة التانية اللي احنا بنروح بها لدور المجموعات وبتيجي الأرعى اللي احنا بتشوفها طبعا أعتقد أن هي يعني من البداية بتقول أن المشوار كالعادة المشوار مش سهل المشوار الأفريقي مش سهل لكن رغبتنا هي اللي فيها سوابت إن شاء الله تصميمنا هو اللي فيها سوابت بنتمنى إن شاء الله هذا العام نكون موفقين على العامل السابق لأن العامل السابق برضو كان أداءنا مميز وأدينا بشكل كويس لكن ما كناش موفقين والتوفيق ده طبعا كله بيرجع طبعا لله سبحانه وتعالى لكن زي ما أنا بقول برضو كان في بعض الأسباب هي يعني حالة بين حصولنا على البطولة فنتمنى إن شاء الله أن نحن موفقيني السنة دي وكل تركزنا إن شاء الله على البطولة الأفريقية الأوراعة زي ما شفنا طبعا كل المجموعات أعتقد فيه تباين شوية في مستوى الفرق لكن لو شفنا مجموعاتنا اللي أحنا أقول لها مجموعة طبعا صعبة وبالنتائج يعني على طول بتديت حصرة النتائج للفرق اللي موجودة اللي موجودة ومشوار التأخل لا الفرق مميزة جدا طبعا المشوار مش هيكون سهل لكن خطوة خطوة تعودنا إن احنا نبص على المرحلة اللي احنا فيها مرحلة المجموعات اللي احنا فيها موجودين كل هدفنا إن شاء الله التأخل للمرحلة القادمة إن شاء الله الجمهور بيبص للمجموعة كأسماء فرق لكن ترتيب المباريات كمان الجهاز الفن بيبقى ليه حسابات البداية كويسة بالنسبة لما ده بترقب القاهرة ولا البداية شيئا إزاي خاصة نين مباراتين قبل كأس العالم يعني خلينا نقول إن دور المجموعات فيه نقاط فكل ما بتجمع نقاط طبعا بتقرب للهدف بتاعك لكن هو كل موضوعات بتبقى لا حسابات ومحسوبة يعني الحسابات دي فيه بعض الأحيان ما نفعش أنك تصرح تقول على الحسابات لكن أكيد كل تفكيرك في تجمع النقاط المبارات اللي على ملعبك مهمة جدا والمبارات اللي خارج ملعبك مهمة جدا لكن دي لها حسابات ودي لها حسابات أما على ملعبك بتقدر تستفيد بالنقاط بتاعت المباراة كلها بتبقى خطوة طبعا مهمة جدا أنه بتقربك لكن خلي بالك المشوار طويل جدا وراجع بالحسابات حتى مشوار للسنة اللي فاتت سواء لنا أو حتى للفاز فريل وداد هتلاقي أن لابد أن أنت نفسك يبقى طويل للنهاية تجمع النقاط وكلما تجمع النقاط بشكل أكتر طبعا بيبقى فيه فايدة كبيرة لك دائما كابتل حسام وإحنا بنسجل معك وبنتابع التدريبات ومشوار الفريق بتقسم المشوار لمراحل المرحلة القادمة بتفكر فيها إزاي خاصة أنك حسمت الدوري عندك مباريات الكاس مباراتين دوري أبطال أفرق عشان أكون وضح والكلام ده فيه حاجات بقولك يمكن بتسألني فيها بقولك لا ما ينفعش أجاوب دلوقتي بشكل مفصل لكن لو سألتنا عن مرحلة المتبقية للدوري العام لا في الوقت الحالي أقول أن المرحلة المتبقية في الدوري العام مرحلة ما بين التحضير لما هو قادم سواء لبتول الكاس مصر أو لمشوارنا الأفريقي التأكيد على بعض العناصر اللي أنا بفكر فيها في المستقبل وبفكر في التدعيم أن هم موجودين هي مجموعة موجودة لكن ما كانش يعني مشاركتهم كتير عاوز أتأكد من حاجات تانية فهتبقى فيه فرص لبعض اللاعبين بغد النظر عن النتائج خالص لكن هنفكر في النتائج برضو لكن بغد النظر عن النتائج لا هفكر زي ما أنا بقول على بعض الحاجات الخاصة بالمستقبل والخاصة بكاس مصر والخاصة بالمشوار الأفريقي هو ده هيكون هدفي في المباراة المتبقية بالنسبة لمباراة الدوري العام لعيب الأهل المعارين إمكانية لعيب الأهل المعارين كابتن خسامي يعني ممكن يكون فيه إمكانية لعودة بعضهم ولا لسه أنت تحسن ده في نهاية الموسم لما ينتهي الموسم سواء في اللاعبة دي في الدور الصعوجة أو في الدورات الخليجية مع نهاية الدور المصري لأكيد لازم يبقى فيه دراسة للموضوع دوت ولازم يبقى فيه متابعة زي ما احنا متابعين اللاعبة ديت وفي آخر الموسم بنشوف طبعا وضع كل لعب ايه ووضع الفريق ايه واحتاجات الفريق ايه حاجات كثيرة اللاعب وإحنا وفوق كل الكلام دوت زي ما أنا دائما بقوله بكرر مصلحة الفريق حسام البدري أنا بشكرك شكرا جزيلا من السؤالين بس كان فيها فروق أخرى فبشكرك على هذا اللقاء شكرا بشكر زي مننا محمد سعيد على الحوار الأجرام مع الكابتن حسام البدري وبالتأكيد كان فيه نقاط مهمة توقف عندها الكابتن حسام تصريحات فنية مهمة هتكون مجال للحديث وهتكون كمان في إطار اهتمامنا بالتساؤل عنها مع ضيفنا الكابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عندنا عدد من التقارير المهمة اللي أعداها زملائنا في فريق العمل وأسرة أعداد البرنامج عن فرع الشيخ زيد بعد مرور ثلاث سنوات واحتفال النادي الأهلي بمرور ثلاث سنوات على تأسيس وعلى افتتاح فرع الشيخ زيد وليس بدء العمل فيه وتأسيسه بل افتتاحه واليوم الأول لدخول الأعضاء للنادي الأهلي في الشيخ زيد قلونا نذهب سريعا مع حضراتكم لمتابعة هذا التقرير وتصريحات وحديث مع رئيس جهاز مدينة الشيخ زيد حول أهلي الشيخ زيد الجيل بيسلم جيل قلته قبل ما نشوفه وهو ده الحقيقة حد يستغل راحته النادي الأهلي أجيال بتسلم بعض الأجيال لما يكون فيها عظمة روادنا اللي موجودين فيها ناس بتحب النادي وأعضاء النادي زي حضراتكم ما نقلقش ما تقلقوش ما تقلقوش النادي الأهلي حتى شاء الله حيبقى النادي الأهلي طول ما هو ده الشعار بتاعه احنا كلنا مع بعضه كلنا بنحب النادي الأهلي حدش اللي هيخرج جماعة برانا حتى من الزمل العاملين موجود نظر أو الزمل صادقين موجود نظر لما يخرجوا عن الخط شوية مش مشكلة مش مشكلة احنا بنقدم ايدينا كل الناس لننكعش نشتغل لوحدنا نادي يستعمل مع كل الناس ويتماني ان كلهم يكونوا في نكون كنا في حضر بعض النادي الأهلي بفترة اللي جاية يحتاج ده يحتاج كلنا نكون في حضر بعض النادي الأهلي قيمة مضافة كبيرة لمدينة الشيخ زايد النهاردة كانت الزيارة ان احنا موجودين مع بعض اعضاء مجلس الادارة بنمر على المرحلة الأولى اللي تم تنفيذها وبنشوف خطة النادي بعد كده اللي تم الإشارة ليها في المؤتمر بتاع كابتن بيبو رئيس مجلس دارة النادي الأهلي بنشوف دور نحنا كجهاز النادي الأهلي شريك أساسي وكبير في التنمية ايما مضافة كبيرة للمدينة الشيخ زايد وبندور ازاي في المرحلة اللي جاية يكون الجهاز له دور في دعم الخطة ديت من ناحية اي اجراءات المفروض يتم تسهيلها او التنسيقات المفروض تتم عشان الخطة بتاعة التنفيذ والتطوير اللي موجودة في النادي ان شاء الله تتم على خير بإذنها المخطط اللي انا شفته مخطط واعد جدا قعدنا حطينا شوية قليات تنفيذ مع المكتب الاستشاري بحيث ان احنا ان شاء الله بكده المكتب الاستشاري لما هيجي هنحط توصيات ونبتدي نشتغل معاهم عليها احنا فريق واحد بالنسبة للشغل والمفروض الاجراءات ديت هتبقى في اقل وقت ممكن اضافة راقية جدا فيها النادي ما شاء الله حلو جدا انا طبعا كنت اول مرة النهاردة ادخل النادي النادي حلو جدا على مستوى المنشآت او على مستوى اللانسكيب متطلعين ان المراحل اللي جاية تكون اكثر تطورا من كده احنا طبعا شايفين مستوى حلو جدا سواء بالنسبة للتشتبات او الخدمات اللي موجودة وان شاء الله المراحل اللي جاية هتكون بتناسب الروح ديت ان مكانش اعلى كمان ان شاء الله المكان اضافة جيدة للنشاط الرياضي في مصر النشاط الاجتماعي الحقيقة ما انا احسش اي حاجة سلبية من ساعة ما دخلت مكان جميل جهز من كافة المجالات وطبعا نادي الاهل كنادي عريق يعني هنا يمكن انا دخلت النادي الاهلي في الجزيرة يعني هنا يمكن واخد طبعا مساحة قد تكون اكبر في ناحية النشاط الاجتماعي فيعني اعتقد كمان لما يبقى فيه اضافات جديدة على هذا الكلام هتبقى حاجة يعني اضافة جيدة للمنطقة ولسكانها ولرواد النادي مع تزايد مساحة الجغرافية للقاهرة والضواحيها وان وجود نادي طبعا في اكتر من مكان ده بيسقل على عقد الادارة انما طالما الادارة فيها عندها لا مركزية في الاداء وطالما عندها متابعة وعندها خطط وعندها في جمعية عامة خررت الخطة المستقبلية كل ده بيساعد في ادارة اكتر من تجمع نشكر الكابتل محمود الخطيب ومجلس الادارة بالكامل ان الحاجات اللي مسناها خلالي ثلاث شهور من ساعة منوسكو لغاية النهار ده حاجات منوسة فعلا ربنا يبرك لهم ويكملوا اللي هم بدأوا ان فعلا في التطورات جديدة حصلت هنا وهنا 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 أنا كاعده في الشيخ زايد هنا من زماني أنا موجود في الشيخ زايد فشايف ان فيه نغمة جديدة في العمل مش مجرد ان حاجات تتعمل لا يعني فيه نشاط جديد فيه نغمة جديدة فيه حماس جديد في العمل وده اللي احنا نترجع في النادي الاهلي ومش جديد على بيبو ان هو يعمل حاجات زي كده يعمل أكتب من كده وحنا نسلم منه الأفضل ان شاء الله في التطورات الجاية بالتأكيد ثمار القرارات اللي مجلس إدارة حريص على ان تكون سريعة جدا في جدولها الزمني وايضا اسلوب التنفيذ ومتابعة القرارات وان تكون هذه القرارات ناجزة والشعور لدى الاعضاء بان فيه اتجاه للتطوير ووضع خطة زمنية او جدول زمن لتحقيق خطواتنا الموسى على الارض يشعر بها عضاء النادي في كافة المقار وعلى مستوى كافة فروع النادي في كل مكان وزي ما شفنا ما يتعلق بالشيخ زايد الناس كمان تصريحات الخاصة بان فيه روح جديدة وفيه اسلوب جديد فيه حيوية وفيه سرعة فيه تلبية رغبات العضاء انجاز الخاص بهذا الفرع شأن كل الافرع الاخرى فرع مدينة نصر ومقار النادي الاهلي في الجزيرة وما ايضا يتعلق بالخطط الجديدة الخاصة بتشييد او البدء في العمل بفرع التجمع الخامس ده كل له مردود ايجابي على الجميع في الوسط الرياضي في مصر وعلى منظومة واسرة النادي الاهلي بشكل خاص الاعضاء والجماهير والمتابعين والمحبين للنادي الاهلي هنتعرف على تفاصيل اكتر من خلال التقرير التالي نتعرف على بعض التفاصيل الخاصة بسير العمل والاحتفال بتأسيس النادي ذكرى مرور ثلاث سنوات على بدء العمل في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد والخطوات التي تعتزم الادارة القيام بها واتخاذها خلال الفترة المقبلة وحوار ولقاء مع اللواء محمود الفشاوي مدير فرع الشيخ زايد أفرع الشيخ زايد من الأفرع اللي كل اللي بيزوروا بيشيد بيه وبشرح صدروا بيه من أول الدخول اتعامل النادي بصورة حضرية صورة ممتازة من بداية ما اتعامل اللي هو المدنة الإدارة وتشطيب وبعدين اتعامل التجهيزات ملاعب أكاديمية الكورة وتجهيزات ملاعب الخماس وملاعب اليد وملاعب السلة وحضيقة العائلات والأطفال وبعدين مرورا بعد كده بالباركينج ومضاءة طرفية الجديدة وحمام السباحة كل اللي بيخش الفرع طبعا فرع تغير كتير من الوضع اللي احنا فيه دلوقتي فطبعا كل اللي بيجي فرع الشيخ زايد بيسني على هذا الفرع وهو تملي بيقول خلاص أنا فعلا احنا عندنا كسافة كتير احنا عندنا الباركينج اللي بيسعى ألف عضو ألف عربية احنا ما بنقدرش غير لأن احنا طبعا أعضاء النادي هما اللي بيخشوا بس فوقت الظروة الباركينج الألف ما بيقضيش مجلس إدارة برئيسة كابتن محمود الخطيب رئيس المجلس وسيد العمري فاروق نائب رئيس المجلس سيدة وزير العمري فاروق وأعضاء مجلس إدارة الناجة أهلي حطوا خطة استراتيجية زي ما الكابتن محمود الخطيب قالها في اللقاء اللي كان عامله حطوا خطة استراتيجية للنادي كله من أول تغيير البوابات والأصوار والحمامات والمدنة الاجتماعي وإحنا محتاجين زي ما هم قالوا اللي هو فيه هيبتدي اللي هو إنشاء ماما اجتماعي يليق بالنادي الأهلي في شخصية النادي الأهلي زي ما قال الكابتن محمود الخطيب وهيتم إنشاء مسجد وهو كان قال إحنا محتاجين وهو مكانوا فعلا حطوا هذه الخطة تغطية حمام السباحة أو إنشاء حمام سباحة التاني مغطى لأن إحنا عندنا طبعا في الشتاء الجو صعب جدا كل الحاجات بتغيب في هذه إحنا محتاجين حاجات كتير طب مع وضع الخطة الاستراتيجية بمعرفة السيد رئيسي النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي الحقيقة إحنا طبعا في اللقاء العائلة اللي عمله كابتن محمود الخطيب إحنا كل اللي مجود أبهرنا أبهرنا بالفكر والحاجات إحنا كل الواحد اللي كان بعمل بي يعني أنا المتخيلين إن إحنا هنطور البوابة هنكبر ما كناش الناس مش ما كانتش متخيلة التغيير الجزري بالشكل اللي انت انت قعد في أوروبا أنا يعني أحسن من أوروبا الناس كلنا أبهرنا من العرض اللي قدمه كابتن خطيب أفرع النادي التلاتة والأعضاء النادي الأهلي وفعلا ابتدى جاء ناس كالمهندسين وجاء يرفعوا المأسات بتاعة الأسوار والبوابة وابتدوا وابتدوا صوروا قناة الأهلي جات وصورت الأسوار والبوابة عشان وابتدى الناس يعملوا مجسة لمكان المبنى الاجتماعي الجديد فالموضوع واخد شكل سريع رتمي سريع جدا إحنا أبهرنا كل اللي موجودين كل اللي موجود أبهرنا بالشكل الجديد اللي إحنا بنحلم النادي الأهلي اللي هو إن احنا إيه يعني انتماءنا طبعا لمصر أولا وللنادي الأهلي موسيقى طبعا بالإشارة إلى اللقاطات اللي شفناها مع حضراتكم من مؤتمر الكابتن محمود الخطيب والشعار اللي كان مستوب وقتها أمام أعضاء وجماهير ونقاد وشخصيات عامة متابعة لهذا اللقاء الجماهير الكبير اللي أجرى الكابتن محمود ومجلس الإدارة خلال المرحلة القصيرة الماضية جيل بيسلم جيل دائما أبدا بتتكامل الجهود والخبرات داخل النادي الأهلي والجدير بالذكر لما ناخد مثال زي فرع الشيخ زايد أنه بدأ العمل به بدأ العمل في تأسيس هذا الفرع الحصول على الأرض والحصول على الترخيص ووضع الصور أو الحدود الخاصة بالنادي وبدأ العمل المراحل الأولى من نادي في عملية التجهيز والتشهيد والترخيص والموافقات وكل ما يتعلق بالتنصيق مع أجهزة الدولة لإنشاء أو لتشهيد الفرع ده تم بالفعل وفي تأكيد على أنه هذا جدير بالذكرى أو يستحق طبعا الإشادة والشكر على جهده في هذا الوقت الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق مع مجلس الإدارة اللي كان متواجد مع الكابتن حسن في ذاك الوقت كابتن محمود الخطيب كان نائب رئيس النادي مع مجموعة كبيرة من الكوادر والخبرات اللي كانت بتمثل أعضاء مجلس الإدارة في ذاك الوقت استكمل هذه المهمة مجلس الإدارة السابق عشان كده الكابتن الخطيب بوجه الشكر في المؤتمر الأخير وقال إحنا بنكمل بعض يا جماعة وكل مجلس بيبني على ما قدموا المجلس السابق عليه مع طبعا إصلاح أي أخطاء إن وجدت في الفترة السابقة على تولي أي مجلس المسئولية وإذا ارتقى هذا المجلس أو ذاك أو كانت رؤيته بتقول أن سبقه بعض الإجراءات لا تتفق مع الصالح لعن بالتأكيد بيعمل على تعديلها إحنا بنتكامل وبيستمر العطاء في اتجاه واحد هو الأفضل لمصلحة النادي الأهلي وجماهيره وأعضاءه والأفضل لهذا البيت الكبير النادي الأهلي عشان كده بنقول لحضراتكم بدء العمل في فرع الشيخ زايد كل ما يتعلق بالإجراءات والأمور القانونية والإجراءية والموافقات والتصريح والتسلم الأرض الخاصة به وبدء عملية التجهيز من خلال وضع أصوار النادي إلى آخر هذه الأمور اللي كانت بتمثل الخطوة أو المرحلة الأولى في تاريخ فرع الشيخ زايد تمت خلال عهد مجلس الإدارة الأسبق بقيادة الكابتن حسن حمدي وكان رئيسا للنادي في ذاك الوقت وبتتكمل الجهود ولسه التشييد مستمر أو التطوير في كافة الاتجاهات زي ما قلنا لحضراتكم على مستوى المقار المختلفة أيضا عندنا مزيد من التفاصيل عن النادي الأهلي وارتياح الأعضاء لمستوى الخدمات والروح الموجودة داخل النادي والعمل اللي جاري على قدم وصاق للتطوير والتحديث داخل النادي ده هنسمعه من خلال المردود اللي بيأتي على لسان مجموعة من أعضاء النادي وهم بيقولوا الكثير أو تفاصيل أكتر بنعرفها من خلال وجهات نظرهم وتقييمهم للعمل وسير العمل والشعور بما يقدم في هذه المرحلة والاهتمام بكافة المقار المختلفة وبالتأكيد منها فرع الشيخ زايد هنرجع بعد ما نستمع إلى هذه الآراء وطبعا وجهات نظر عدد من أعضاء النادي وفرع الشيخ زايد على وجه التحديد لاستقبال ضيفنا بعد ما نتوقف مع التقرير ثم فاصل قصير ومن الفاصل إلى العودة لبدء الحوار الأهل يحاور اليوم النجمة الكبير نجمة الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن أسامى عرب كل فترة فأحسن والمساحة بتاعت النادي يعني تستحمل إنشاءات أكتر من كده بس هو فيه تخطيط كويس من الإدارة وبصراحة المعاملة كويسة جدا يعني في النادي شفت التصور اللي هو على الشكل النسري ده في البوابة على الفيسبوك شايف أن الشكله حيبة جميل جدا يعني شكله حل بصراحة هنا مكان رائع بصراحة وعجبني يعني ومكان هنا مفتوح أسلا فدي حد ذاته كويسة بصراحة المكابتن الخطيب يعني هو كويس وإحنا انتخبناه لأنه يعني إحنا عارفينه من زمان مش من دلوقتي وأنا كنت عارفة أخته من سنين إن شاء الله متفعلة باللجاية يكون أحسن وأحسن بإذن الله بصراحة كان الأول الدنيا كان يتهدي قوي يعني إحنا عبال ملبسين تعمل أخذ وقت كتير قوي قوي وحتى لأولاد كنا منيجي بيبقوا زهانين لكن دلوقتي بصراحة يعني وخصوصا ربنا يتلمون اللي هو فشاوي بصراحة مساعة ما مسك المكان لأ بشايفين تطور جميل وبصراحة أي حاجة يعني أنا عن تقربة شخصية دخلت طلبت منه طلب شخصي كان في نفس اليوم الحاجات تتنفذ يعني فإحنا بصراحة بنشكر كتير جدا بصراحة يعني أنه على المكان وعلى التطور وعلى الخدمات حتى في المكان بصراحة لأ يعني المكان جميل جدا وشايفين في تطور أحسن طبعا شوفت اللي هو الشكل البوابات الديزاين الجديد بتاعها ده حاجة حضرية جدا حاجة تشرف الأهلي وتليب الأهلي والله طبعا هو هنا المكان كويس بس يعني إيه في شوية حاجات منتظرينها مثلا زي صالة الجنباص زي كذا في حاجات مهمة أنها تبقى موجودة هنا برضو لأن نزولنا تحت بيبقى صعب نحن من سكان أكتوبر وزايد نبقى محتاجين صالة جنباص قوية صالت مثلا كذا يعني في مجموعة ألعاب كده أنا عشان بناتي الاثنين في بطولات محققين بطولات جمهورية جنباص في نادي 6 أكتوبر فمسلا بقيت عضو الأهلي أبقى حابب أنهم يجوا لعبوا مع الأهلي والله إحنا لما يجينا ما كانش فيه جاردن خالص الحمد لله بقى فيه جاردن حلو للأطفال ما كانش فيه حمام سباحة والحمد لله يعني بقى فيه مجمع حلو الاستباحة والجاردن الجديد برضو جميل حلو برضو بس الحمد لله النديف تقدم لسه يعني الحمد لله كابتن محمود طبعا نادي زايد لسه فيه أماكن كتيرة صحرة الأماكن دي محتاجة لسه تعمير فلما كنا نفسنا نتكلم في الموضوع ده لغاية لما شفنا المؤتمر بتاع كابتن محمود المحمود الخطيب الأسبوع اللي فات لما شرح لنا ايه التصورات الجديدة في نادي زايد وننتظرين ان شاء الله عشان فعلا ان دي اولا موقع حلو وفيه أماكن كتيرة جدا ينفع ان يقدر نستغلها بشكل كويس اهلا بخضراتكم مرة ثانية لسه معاكم من خلال الاهل يحاور وحنبدأ حوارنا مع نجمة هذه الحلقة من الاهل يحاور خلال دقيقة واحدة لانه لا بد ان نستكمل امر في اقل من دقيقة الشيء بالشيء يذكر لان في وقع حصلت ايام انتخابات مجلس الادارة الاخيرة ان بعض الناس حاول ان ينسب لنفسه او ينفي عن الاخرين حقهم فيما قدموا على مشوار تواجدهم في مراحل مختلفة في مناصب مختلفة في مجالس ادارة متعاقبة في النادي الاهلي والبعض حاول ان ينسب لنفسه او ينفي عن الاخرين ما قدموا او يقول انه هو صاحب الفضل فيما تم خلال سنوات طويلة للأسف كان في البداية لا يأتي رد لان كان حريص جدا للكابتن الخطيب ومجموعته وقائمته على فكرة انكار الذات ودايما الكابتن الخطيب عنده عبارة بيكررها باستمرار وباسرار بيقول محدش يقول انا عملت النادي الاهلي اللي عمل وصاحب الفضل على الجميع ولكن البعض ذهب وطالب الكابتن الخطيب وقائمته وقال لابد من الرد لانكم ده حق الجمعية العمومية وحق الناخبين وحق الرأي العام ونقاد والاعلام الرياضي ان يعرف بالارقام ما قدمتم ردا على من يدعي انكم لم تقدموا شيئا عشان كده الكلام عن فرع الشيخ زايد فكرني بالواقع دي لاني شاهدت هذه الواقع يعني البعض ذهب وقال ألم تقدمه للنادي الاهلي وتشكره الجميع انكم ده واجبكم ناحية النادي الاهلي وما بتقولوش لكن البعض ذكرهم ببعض الامور التي يجب ان تعلن الرأي العام فرع مدينة نصر صالة الامير عبدالله الفيصل ايضا ارض الشيخ زايد والتصريح الخاصة بها وعقود استثمارية ضخمة وعقود رعاية ضخمة وانطلاق قناة النادي الاهلي كل دي مراحل قدمت ومكان قيادة النادي او رئيس النادي هو الكابتن حسن حمدي نائب رئيس النادي كابتن الخطيب كوادر متميزة جدا كانت موجودة في مجلس الادارة منهم الموانس خالب مرتجي والاستاذ خالد الدرندلي وشخصيات اخرى الوقت اللي يتسع بالحديث عن كل من قدم وما قدمه ولكن بالتأكيد زي ما قلنا الجميع بتتواصل جهودهم الجميع بيسيروا في اتجاه البيت الكبير او عائلة النادي الاهلي والكل بيبني على ما تم تقديمه قبل ان يتولى المسئولية فكان لابد من الاشادة بهذه الكوادر وما قدمته شأنهم شأن الجميع اللي بنقدم لهم كل الشكر على كل مرحلة قد فيها شيء حقيقي وملموس لنادي الاهلي وعضاء وجماهير اسمحوا لي ارحب بنجم هذه الحلقة اضفنا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق النجم الكبير كابتن اسامة عرابي مساء الخير كابتن اسامة مساء الخير اهلا وسهلا بيك واهلا وسهلا بيستاذ مشاهدين سعداء وجودك معنا النهاردة في الاهلي وحاول اهلا وسهلا بيك الله هنبدأ وعندنا اسئلة كتير اوي وحبين جمهورنا يسمى حضرتك بتتكلم في اتجاهات كثيرة جدا ولكن هنبدأ مع الكابتن اسامة ومحضرتك بهذا التقرير يعتبر اسامة عرابي واحدا من افضل لاعب الاهلي على مدار تاريخه الذي يمتد الى 111 عام منذ نشأته عام 1907 كان اسامة لاعبا تكتيكيا من الدرجة الاولى من نوعية اللاعبين التي تعشقها وتحبها المدربون فهو ينفذ التعليمات حرفيا لذا كان عنصرا اساسيا منذ تصعيده للفريق الاول وحتى اعتزاله كرة القدم اسامة عرابي لاعب اشتهر بالخلق الرفيع لم تسمع عنه او منه مشكلة يوما ما كما انه كان من جيل العظماء الذي شارك في منديال العالم عام 1990 بايطاليا لعب مباراة مصر مع ايرلندا بالكامل وانتهت بالتعادل السلبي بمدينة باليرمو وادرها البلجيكي فان لينجينهوف لم يستغرق اسامة عرابي الذي ولد في عام 1962 كثيرا لينضم للفريق الاول لكرة القدم بالالي عام 82 وكان ذلك مع الراحل محمود الكهري كان عبدالعزيز عبدالشافي مديرا للكرة وقتها لعب عرابي اول مباراة رسمية له مع الفريق الاول موسم 82-83 في الاسبوع الرابع من الدور العام اكتوبر عام 1982 بالاسكندرية امام الاولمبي كان بداية عرابي الحقيقية موسم 84-83 واستمر يلعب للنادي الاهلي طوال 16 موسما كان اخرها موسم 98-99 حقق اسامة عرابي مع القلعة الحمراء 28 بطولة ما بين عشرة القاب للدوري وثمان بطولات لكأس مصر وبطولة افريقيا للانديا ابطال الدوري مرة واحدة بمسماها القديم واربع مرات بطولة افريقيا للانديا ابطال الكؤوس والكأس الافروسيوية عام 89 بجانب اربعة كؤوس عربية عمل اسامة عرابي بعد اعتزاله الكرة مدربا للفريق الاول بالاهلي موسم 2001-2002 مع المدير الفني البرتغالي مانويل جوزي والمدرب العام مختار مختار والمدرب حسام البدري ساهم معهم في فوز الاهلي بكاس رابطة الابطال الافريقي وكاس السوبر الافريقي ثم عاد مؤخرا للعمل مساعدا للهولندي مارتين يول وتنقل بين عدد من الفرق بالدوري منها طنطا واسوان موسيقى كابتن وستان عرابي انضميت ازاي لنادي الاهلي وانضميت الفريل اول امتى وازاي وما نعرفه ان كان كابتن الجهري اول من قام بتصعيدك الفريل اول مضبوط يعني التقرير بشكر الناس اللي عدته يعني تقرير شامل ووافف طبعا مش كل حاجة بالتفصيل ولكن وضح حاجات كتيرة من تاريخي يعني انا ابتدت في نادي المقول العرب 78 ولعبت ثلاث سنين المقول العرب في الناشئين يعني في قطاع الناشئين ثم انتقلت النادي الاهلي موسم 8081 يعني انه كان انتقال صعب كان فيه اكتر من محاولة اه 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 ابتدت في الاختبارات الاولى خالص وانا صغير يعني في حدود 12 سنة كده ما كنتش وفقت في اختبارات النادي الاهلي وبعد كده مشيت وده برضو بيقولك انه طول ما انت بقامن بموهبتك لازم انتحاول لانه تستسلمش لانه في ناس طبعا بتريجي اختبارات وممكن يكونوا لعب كويس وما يوفقش يعني في كل الانديه بيحصل ده وعدت كم سنة روحت المقولين العرب لعد ثلاث سنين مشيت من المقولين جيت النادي الاهلي موسم 8081 مع كابتنا احمد ماير الله ارحمه تحت 20 سنة الجيل بقى اللي هو لازمته ممكن اكتر من عشر سنين اللي هو يعني احمد شبير طاهر ابو زيد علاء ميهوب محمود صالح ضيا السيد محمد عشيش اسامة عباس ناس كتيرة جدا بعضهم كامل كتير في النادي بعضهم كامل سنوات اقل وبعدين اه واحد تمانين اتنين وتمانين اه واحد تمانين اتنين وتمانين كابتن محمود الجواري كان مسك الفري الاول وصعدني كنت كم سنة كابتن اسامة واحد تمانين وتسعتاشر سنة اه اه وكان الكابتن عبداليد عبدالشافي كان مدير الكورة واه يمكن انا في واقعة كمان الكابتن عبداليد عبدالشافي حكاهالي اه لما اشتغلت معا من سنتين اه كنت مساعد ليه وبعد كده مع مستر مارتين يول اه قال لي هقول لك حاجة يمكن انت اقول مرة تسمعها وقول له ايه يعني الكلام ده قال لي كابتن فؤاد شعبان الله ارحمه طبعا مدرب الاهل الكبير يعني شغل مع مستر دوكوتي وكده كان ما بيعملش في الجهاز الفني في الناشئين او في الفري الاول ولكنه كان بيحضر ماتشات وكده فقال له على فكرة فيه لعيب تحت عشرين سنة اسمه اسامة عربي شوفه كويس انت والكابتن جهر الكابتن عبدالشافي قال لي الموضوع ده قال لي على فكرة الموضوع ده يمكن اول مرة بقوله لك وكان قابليها الكابتن انور سلامة برضو كان ماسك فريق 17 سنة برضو كلمهم عني فهم فعلا صعدوني وشوفوني كده في تأسيمة صغيرة وبعد كده بقى من سنة 82 اصبح اول مباراة في الاهل والوليمبي 82-83 اه مضبوط الكابتن جهري كان من عدته ما بيشاركش اللاعب الصغيرين سريعا يعني لازم يخليهم يتمرانوا شوية لان طبعا نجوم الفريق في الوقت ده كانوا يهزوا جبال زي ما بيقولوا كابتن محمود الخطيب بدون بقى القبل كابتن مختار كابتن خالق جدالة رمضان السيد عامر ناس كتير معنى كان جيل مليان نجوم فريق مليان نجوم في الوقت شريف كابتن اكرامي شريف عبد المنعم كابتن سامة الله رحمه كان جيل عظيم يعني فالشراك الصغيرين كان بحساب اول الكابتن محمود الجهد اه حتى في التأسيمات اللي هي بيبقى الفريق نفسه بيلعب مع نفسه متش تبقى او تأسيمات ودية كنا ساعات بنبقى خارج العشرة ضد العشرة اول الحداشرة ضد الحداشرة فكان تملي نكلمه في الموضوع ده اهو كان بيقول لي كلمة عطول انه مش مهم تلعب امتى لكن لما تلعب لازم تثبت مكانه لازم بقى لك بصمة من اول يوم تشارك مزبوط فهو فعلا شاركني في 82-83 مباراة الولمبي وكنا كسبانين نتيجة كبيرة كنا كسبانين 4-0 او 5-0 وطلع الكابتن مختار وانا نزلت في اخر حوالي 20 ديئة اخر 20 ديئة كنت لسه حسألك مزبوط وكسبنا 6-0 وبعد كده بقى بعديها على طول ابتديت ألعب من سنة 83-84 حتى بقى موسم 99 اللي اعتزلت فيه 17 سنة كنت راضي عن البداية كابتن اسامة يعني لعبت بشكل مقنع كنت راضي عنه العشرين ايه اللي شاركت فيه مزبوطة لعبت طبعا بشكل كويس بعد ان الناد الاهلي كان كسبان نتيجة كبيرة قوي الماتش ده انتهى 6-0 ويعني المباراة كانت خلاص تحسمت للناد الاهلي والفريق جاب جونين بعد نزولك كمان يعني انت متطمن مش مضوط والفريق كان مسيطر على المباراة تماما ولعبت بشكل معقول جدا وبعد كده بقى من موسم 83-84 ابتدت أكون لعب أساسي في الفريق من مباراة نهاية إفريقيا اللي هي لعبنا فيها مع كوتوكو في غانا واستمرت بقى لتسعة وتسعين يعني تقريبا أساسي في تسعة أو خمسة وتسعين في المئة من اللقاءات كابتن أسامة أول وشركاتك كانت باكليفت ولا هافليفت وهل بالنسبة لك فيه فريق فني بين المكانين لأن احيانا بنشوف الباكليفت بيقوم بالمهمتين على الخط كله وأحيانا بيبقى قدامه اللعب المهاجم في نفس الناحية في نفس الزاوية اللي هو فيها وكمان شفنا مباريات تم الاستعانة فيها بكابتن أسامة عرابي في مركز لعب الوسط المدافع أو الهافدفندر ايه المركز الأعراب لك واللي أبدعت فيه أكتر وليه تحديدا هو أكتر مكان اللعبتي فيه وسط الملعب الشمال احنا كنا زمان قبل طريق الثلاثة خمسة اثنين كنا بنلعب أربعة ثلاثة ثلاثة فعلاق ميهوب طبعا فيه ناس كتير مروا طبعا خليج جدالله عامر كل دول مروا في وسط الملعب ولكن أنا بتكلم ابتدت الشكل إثبت على علاق ميهوب بن عاية اليمين مجد عبد الغاني في الهافل وسط المدافع وأنا ناحية الشمال كان كابتن مختارة صاب وكان اعتزل يعني فأنا لعبنا بالشكل ده كتير جد فترات طويلة طويلة وقدام كان بيبقى كابتن مصفى عبده طير ابو زيد كابتن خطيب أو كابتن خطيب طير ابو زيد أو مثلا بعد كده شوية زكريا ناصف شوية طريق خليم مش عارفه بعد كده على مدار بقى حسام حسن لكن الشكل اللي كان بيبقى ثابت أربعة ثلاثة ثلاثة الشكل ده والثلاثة الوسط وعلى فكرة فيه فرق كبيرة جدا بتلعب بيها لحتى الآن اللي هي طريقة أربعة ثلاثة ثلاثة هو يمكن ميستر فيس هو اللي جيه من سنة 88 غير الأسلوب لتلاثة خمسة اتنين في ناس كانت تسميها ثلاثة خمسة اتنين أو خمسة ثلاثة اتنين آه ثلاثة خمسة اتنين أو خمسة ثلاثة اتنين لأنها بيبقى لها شكل في الباكين في الهجوم غير الدفاع آه يعني ساعات بيبقى فيه تحفز في الباكين شوية وساعات بيبقى الباكين منطلقين جدا واللي موجودين وراء اللي برو والتنين المأساكين بس لو الفريق ضاغط هجوميا بسمها 3-5-2 وطبعا دلوقتي شوفنا فرق عالمية برضو رجعت لهذا الأسلوب ومنهم طبعا تشيلسي على سبيل المثال حتى طرق اللعب تتغير زي الموضة كده في اللبس وكده تلاقي موضة الاربعينات والخمسات بترجع برضو طرق اللعب بتروح وتيجوا لكن في طرق قديمة الناس بترجع عليها تاني ففي فرق عالمية بتلعب 5-3-2 أو 3-5-2 لكن كنت الطريقة اللي بتبدع فيها أكتر أو مستقر عليها أكتر 4-3-3 والشكل السابت مع طاقم خط الوسط اللي أشارتين مظبوط كنت بلعب أكتر حاجة في الهاف الشمال ولعبت كتير وسط مدافع بالذات في نهاية حياتي في آخر 3-4 سنين مع مستر سوبل ومستر هولمن لعبت في الوسط الارتكاز كنا بنلعب 5-2 2-3-1 يعني تقريبا بشكل مختلف عند الوقتي ولكن خمسة يعني تقدر تقول 3-4-3 يعني أقرب كنت أنا وبقى في وسط الارتكاز مع هادي خشبة أو شمحانة فيه أو أحيانا بعض أحيانا حسب ما الناس اللي مرت علي يعني قد نلعب 2 ارتكاز في وسط الملعب زي فرق كتير دلوقتي بتلعب 2 دلوقتي ده الغالب اتنين ارتكاز ده الغالب فأنا كنت واحد فيهم ولعبت بقى بعض المباريات في الباكي الشمال أو الباكي ليمين يعني أنا أتذكر مباراة اللي عرفتني أو الناس عرفتني من خلالها اللي هي مباراة نهاية إفريقيا 83 مع كوتوكو كنا كسبنين البطولة السنة اللي قبلها 82 بطولة إفريقيا أنا ما كنتش شاركت فيها المباراة دي كان ربيع عسين اتصاب وهو كان الباكي الأجساسي وكابتن جواري الله أرحمه حطيني في مركز الزهير الأيصر في كوتوكو وماتش كان صعب جدا البطولة دي احنا خسرناها ولكن أنا أتذكر برضو حاجة كويسة جدا حصلت لنا في المباراة دي تحت دي رغم خسرتنا البطولة كابتن صالح سليم الله أرحمه كان هو رئيس البعثة رغم أنه كان رئيس مجلس دارة النادي كان رئيس البعثة ودخل بعد المباراة ورغم أنه كان حزين جدا طبعا إن احنا خسرنا البطولة رغم أننا كنا كسبناها 82 قال الحمد لله وما يمناش احنا خسرنا بطولة إفريقيا لكن كسبنا لعيب يعني جديد وعيبقى لي مستقبل وسامع راضي فطبعا دي ما نساش أبدا طبعا يعني في قط اللبس بيقول كده عمري ما نساها يعني فوقت بيبقى قل لم يتحدث مسؤول بشكل إيجابي حد في ظروف الهزيمة يعني في ظروف الهزيمة بوريك بردو مدى سهل شافن أنك تستحبت ده وقدت بشكل جيد آه يعني مدى بردو يعني حسن الإدارة والتفكير وإزاي هو رغم الهزيمة في بطولة إفريقية وبيقول يكسب لعب بقى معنويا شايف فطبعا دي ما نساش ما بتروحش من زاكرة خالص يعني الله رحمه طبعا طيب كابتن أسامة 28 بطولة مع النادي الأهلي ما شاء الله بتشوف الرصيد ده إزاي والمشوار ده إزاي بنشوف لعب حقق بطولة أو اتنين مع نادي جماهيري أو نادي كبير وبيفضل عايش عمر كله سعيد بيهم بيفضل نجم بفضل أنه حقق بطولتين مع الأهل شايف إزاي الرصيد الضخمة ده وهي عوامل تحيي الحمد لله وطبعا الرصيد ده يعني في أسباب كتيرة منهم أولا توفيق ربنا لأنه في لعبا بتلعب ويبقى ممكن تبقى أفضل منك وتتصاب من الناس ما كملتش ناس ظروفها ما كملتش الفترة طويلة أنا لعبت من موسم اتنين وتمانين تلاتة وتمانين لغاية تسعة وتسعين يعني سبعتاشر موسم متواصل مع الفريق الأول في النادي الأهلي أعتقد موضوع صعب مش سهل يعني يعني الناس بتفتح والحد لاحظت اعتزالك عمرك ما كنت من اللعيبة اللي بيقال عنهم أنه لعب موسم أو اتنين لتكريمه يعني كنت بتشارك على الفترات لآخر وقت يعني السادة الأخيرة يمكن شاركت بنسبة أقل شوية يعني نص الدوري مثلا لعبته أو ستين في المئة من الدوري لكن قبل كده كنت بلعب بنسبة يعني أكتر من تسعين خمسة وتسعين في المئة إلا إذا كنت مصاب أو في بعض الأحيان بيجي مدربين طبعا بيبقى ليهم وجهة نظر عادت فترة أو حاجة لكن بسديروا يا فنية بصفة عامة من اثنين وثمين ثلاثة وثمين أو من ثلاثة وثمين اربعة وثمين تحديدا لغاية تسعة وتسعين يعني أساسي تقريبا يعني في كل في معظم المباراة فطبعا الحمد لله موضوع عايز جهد عايز تركيز كبير جدا لأن أنا يعني كاتحياتي كلها ويمكن لغاية دلوقتي نمر واحد فيها كرة القدم يعني يمكن العيلة عندي كمان يعني مراتي وولادي بفاهمين القصة ديت وأمي وإخواتي وكده أنا تركيزي جديد قوي في موضوع كرة القدم ده بقضي فيه وقت كتير قوي سواء بقريات سواء بمشاهدات تلفزيونية سواء بالتدريب لما كنت بها تدرب أو كده فأنا كنت مركز فيه جامد وتوفيق وده ساعد على وجودك في ملعب لفترة طويل لو نجعك لفترة طبعا فاكر المباراة دي كانت تقساما نهائي 87 الهلال الأهلي والهلال لا طبعا المباراة دي طبعا بالتحديد دي يمكن آخر مباراة لكابتن محمود الخطيب الكرة دي طائرة وزيد رفعها وأنا يمكن مشارك مع التعلب في الكرة دي أنا اللي كنت مشارك معه بس هو حطاه في نفسه دي أول جون كان دي بطولة إفريقيا 87 كنا متعدلين هناك في الخرطوم والفرقة على فكرة الهلال كانت قوية جدا في الفترة دي معظمهم كان منتخب السوداني يعني ومباراة عصيبة جدا في القاهرة وقدرنا نكسب 2-0 والجل أولا أن يتعلب جابه في نفسه وبعدين أيمن شوقي جاب الهدف الثاني وكسبنا 2-0 طبعا البطولة كانت عزيزة جدا لأن احنا قابليها ثلاث سنوات لعبنا بطولة أبطال الكؤوس وحتفظنا بيها موسم 84 و85 و86 احتفظنا بالكاس للأبد وكان الكابتن سايس الله رحمه كابتن محمود الجوار الله رحمه كابتن طا اسماعيل يا ربنا دي له صحة ثلاث مباراة واربعة ثم المباراة ديت كان كابتن أمر سلامة ومستر بطلر وخدنا البطولة الإفريقية دي كنا نقلنا بقى الأبطال الدوري فما نساهاش خالص خاصة أن المباراة كمان القبل النهائي كنا ننعب مع أفريكا سبور الأهلي وكانهم يا ويندي هنا الأهلي وكانهم يا ويندي ده الأهلي وكانهم وكاس الكؤوس أربعة وتمانين ده أربعة وتمانين ده كان الكابتن سايس الله رحمه وكسبنا واحد صفر في القاهرة واتغلبنا هناك واحد صفر وكسبنا البطولة في ضربات الجزاء وممكن أنا كنت سعيد الحظ إن أنا كنت واحد من الأربعة اللي شاطوا أو سددوا ضربات الجزاء والحمد لله أحرستها وخدنا البطولة في يويندي في الكاميرون كان أنا سددت واحدة والضياء السيد وعلاء ما يهوب وزكريا ناصف وخدنا احتفظنا بالكاس وشوبير كان صد دربتين وكان مجد عبدالغاني أضع الدربة الأولى ولكن احتفظنا أو خدنا بطولة الفريقية 84 مع الكابتن سايس في يويندي مباراة برضو كانت صعبة جدا لأنه كانون يويندي في الفترة دي كان منتخب الكامير كان لسه فكرة الاحتراف وخروج اللعبين الأفارقة للقارة الأوروبية ما انتشرتش كان حاجة محدودة جدا كنت بتلاعب اللاعبين الدوليين في المباراة مصبوط ودي برضو من الناس يمكن مش عارفها أن الأجيال اللي ما حضرتش الفترة دي ممكن تكون الكورة اختلفت في التنظيم شوية في السرعة أحيانا ولكن قوة اللاعبين والإنكهات المهارية والفنية كانت أعلى في الوقت ليه بقى إنه زي ما انت قلت إحنا كنا بلعب منتخبات كان نعم تنفار عشر تنفار في كل الكاميرون كان اللاعب الدوليين كلهم موجودين في ال انت لعب لما تيجي تلاعب مثلا فرقة من الكاميرون حتى مش موجودين تلاعب لما مثلا مصر تلاعب 86 الكاميرون تلاقي منهم تمانية تسعة من كانون يا وندي زي كان بيك وأمام بيك وناس كتيرة يعني سونج وأنتوان وكل الناس دي كانت لعبة برضو نفس الشي نيجيريا كنا تلاعب الفرق زي شوتينج ستارز أو الفرق دي تلاقي منتخب نيجيريا موجود بقى طربعة لعبة من المنتخب في كل فرقة من الفرقين ثلاثة من بعد التسعينات شوية بقى الأعداد كترت أويتلاقي مثلا أكتر من 150 لعب مثلا من كاميرون من نيجيريا من نيجيريا وأسك عبدجان أفريكا سبورت يعني الفرق دي كانت ساعدها النجوم بتوع كودفور موجودين فيه طبعا أسك يوسف وفانا كان واحد من أحسن لعبة القارة وكان موجود عبيدي بلي عبدالله تراهوري عبيدي بلي في غانا لو أخذ أحسن لعبة في أفريقيا مرتين ووعد من أحسن لعبة اللي جات في تاريخ القارة لعبنا في فرقة اسمها دراجونز بنين يعني كان محترف من غانا في فرقة في بنين عبيدي بلي سنة 84-85 فكنا باللعب لعبة عمالقة يعني بتشوف دلوقتي المستوى الفني للبطولة قل حتى لو السرعات أعلى الفتنس أعلى سليب التدريب زاد في إيه في التنظيم في 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 طبعا انت عارف في الكرة زي زي أي حاجة على مدار السنوات حصل تطور في التدريب تطور في الأسلوب اللعب والفتنس والتنظيم وحاجات دي ضربة الجزاء بتاعتك هي كابتن مستوى دي كانت يمكن مجد عبد غاني كان سدد الدربة الأولى وضعت وبعدنا داخل بعديه فطبعا كانت في بداية حياتي كان الموضوع صعب بس الحمد لله ربنا وفقني وجبتها وبعد كده لا ده ده زكريا لا أنا قابليها أنا شدت أول واحد بعد كابتن مجد عبد الغاني بعد مجد وبعد كده شدت زكريا وضيها وعلاء ميهوب هو هيجيبوا اللقطات كلها هيجيبوا كل اللقطات المتاحة نحن أن نجد من البطولة في الكاميرون فالتطور حصل في التنظيم في سرعة الأداء لأن النواحي البدنية زادت لكن المستوى المهاري والفني للعبة لأنه معظمم كان دولية لكن على حساب الجانب الفني شايف الجانب الفني عالميا بيقل أو يتراجع في كرة القدر لا زاد برضو أصدو من كتر التدريب والتعليم في حاجات زادت ولكن الموهوبين أوي كانوا أكتر في وفر أكتر في النجوم الموهوبين في الملاعب أو أسلوب اللي بتغير فما خلكش أشتز أو تركز أوه على المهارة زي زمان يعني إحنا حتى إحنا لما بتدينا 33 و 84 و 80 لما نيجي نشوف الكرة بتاعة السبعينات مثلا أو الستينات كانت أبطأ والمهارة كانت بتبقى فيه فرصة أكتر أن اللعيب يظهرها يعني أنا شايف مثلا واحد زي مرادونا مثلا ده أحسن من أن جابت كل العالمية في ناس لا تقارن بينه وبين ميسي لا الوقت اختلف مرادونا لو موجود دلوقتي في أسلوب التدريب دلوقتي وحتى في الظروف دي ممكن يعدي ميسي يعني فعشان كده المقارنات في 20 و 30 سنة بتبقى صعبة لكن الأفضل اللي هي في الفترات الداية يعني خمس ست سنين سبعة سنين تمان سنين لكن ما جيش يقارن بين جيل 2018 مثلا مع جيل بلعب في السبعينات ونقول الكرة كانت أسرع وكرة دي أبطأ لكن رأيك فنيا لما بتقارن أصلا مقارنا دي ناس بتجريها طول الوقت بين مرادونا وميسي كنتم سمع ربي مع الأراء اللي بتقول أن مرادونا أفضل كموهب أنا بالنسبة لي أنا مرادونا لكن في ناس كتير بتقول ميسي طبعا اللي بص الجيل اللي تربى مع ميسي وما شافش مرادونا والجيل بزاة الشباب هتلاقي معظمه هيقول ميسي لكن أنت لو رجعت بالجيل التمانين والتسعينات ممكن جدا هنتلاقيهم ينحازوا مرادونا قبل ما ننتقل للتقرير ده ونتوقف مع التقرير التالي بتستمتع بأداء مين أكتر المقارنة دي كمان الجمهور بيجريها طول الوقت عالميا كريستيانو وميسي مين أفضل لا ميسي بص كريستيانو ما فيش شك من أحسن لعبة في العالم أو رقم اتنين بعد ميسي كريستيانو حظه سيء أن ميسي موجود كريستيانو عنده كل إمكانيات الفنية من حيث بلعب ضربات الرأس كويس بيعرف يجيب جون برجله الشمال ومين كويس قوي لكن موهبة وحاجة مش متوقعة هو ميسي فميسي حاجة يعني في مكانة شايف الموهبة الفطرية أعلى عن ميسي بكتير لا لا بكتير مفيش نسبة يعني كريستيانو لعبة كتير في العالم مهارتها تفوق كريستيانو ولكن هو عنده مميزات كتيرة تانية تخليها تفوق عليها تخليها تفوق عليها لكن شايف أن ميسي مفيش لعب حاليا في العالم ميسي حاجة تانية وماشة تانية خالص أنا عارف أن فيه ناس بتزعل من هم منحزين لكريستيانو ولكن دي وجهة نظر محمد صلاح من أي كاتيجوري من لعبي كرة القدم لأنه من كتر نجاحه وشعورنا كمصريين سعداء بالمستوى اللي بيقدموا نبا اسمهم الأسماء الشهيرة عالميا مش أفريقيا أو محليا بس كمان في كرة القدم بدأت الناس تجري المقارنات دي طبعا محمد صلاح العيب كبير شايفه فيه وفرصه وسط أفضل الأسماء في العالم بس هو محمد صلاح العيب كبير صلاحه موضوعية ما أنا بقولك صلاح العيب كبير جدا ومشرفنا طبعا ويكفي أنه فخرا أنه هو ده في الدورة الإنجليزية وهو رعب رقم واحد في مصر والمنتخب بيتأثر جدا في عدم وجوده وواحد من أحسن لعبة العالم ولكن لسه مرحلة أنه يوصل بص ميسي حاجة شازة خاص لكن محمد صلاح تقدر تقول أنه شبيه شوية بكريستيانو مع مثلا جاريس بيل مع أسلوبه بيعرف يجيب جونكو إس قوي عنده مهارة طبعا ولكن مهارة تمسي حاجة تانية آه مش الإكستريم في المهارة شايف صلاح مش الطابع اللي هو المهارة اللي خارج المنافسة لكن عنده مقاومات تانية بخاليها يقدم المستوى أولا طبعا تطور جدا أداءه من حيث النواحي التهديفية بقى بيجيب أهداف بسلاسة وسهولة ممكن تلايف أوقات أداءه في المباراة مش عالي جدا أو مش مبهر بالنسبة للناس ولكنه في لحظة بيجيب جون بيغير المباراة فمحمد صلاح ماشي على خطة كويسة خاصة أنه هو برضو يعني الكرة دي طبعا مباراة دي كبرة أنه لعب الكرة من غير ما يبص يعني قفز خلاص الجون وبيلعب الكرة إزاي ما هو دي بقى يعني ميزة صلاحة كبيرة جدا أنه تطور جدا على التلات خشبات جدا بطريقة يعني تطور سريع قوي بفرق كبير عن المواسم اللي فات كبير بفرق كبير جدا حتى في إحصائيات وحتى في كل حاجة وده بيرجح في تسويق اللعب وقيمته التسويقية طبعا ده هو بقى واحد من العشر أو خمستاشر عالميا دي في العالم يعني لكن مرحلة لسه نمر واحد دي لسه شوية نتمنى أنه يوصلها إن شاء الله أو ينافس عليها بقوة ويكون واحد من الأسماء اللي بتدخل في حسابات يعني لو حسب كلام كابتن أسامة بيقوله من أفضل عشرة لعبين في العالم نتمنى أنه يكون واحد من أفضل تلات لعبين في العالم قريبا جدا ويدخل في الحسابات دي فنيا وجماهيريا وتسويقيا إن شاء الله هنتوقف مع تقرير آخر ولقاء تم إجراءه مع كل من الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والأستاذ شريف حبيب رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة الإماراتي في هذه اللحظات يمكن لحظات سعيدة جدا لبعثة النادي الأهلي مع مسؤولي نادي الفجيرة الأستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثة النادي الأهلي مع الأستاذ شريف حبيب رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة الإستثمار برحب بيكو وبالتأكيد في وسط هذه الكوكبة الكبيرة من المسؤولين والنجوم هنا في المنورة الفجيرة وكلمة في الختام قبل مغادرة البعثة وبالتأكيد كان زيارة جميلة للأهل مع الفجيرة احتفالاً باليوبيل الزهبي سعنا أن نقدم خالص شكرنا باسم رئيس وعضاء مجلساتنا النادي أهلي وجمهيري النادي الأهلي عمارتها ومش عايزة أقوله جبس كده ومصريين كلهم لأنهم الحقيقة اللي اتعامل من استقبال وحفاوة وإقامة وتسهيلات في كل المواقف واحتفال يليق فعلاً باسم النادي الفجيرة والنادي الأهلي وفي نفس الوقت أنا مش عايز أنسى الاحتفال اللي اتعامل في الفجيرة بسعود متخب مصر كاسر العالم ده يدل على رابط صداقة عميقة ما بين شعبين وما بين قيادة شعبين الحقيقة يعني بنكللهم كل الاحترام والشكر والناس عاد باحتفال بيهم بقى في مصر إن شاء الله المرة جايبة عندنا احنا نرد شوية من اللي تعمل لنا أول شي طبعاً بشكر سعادتك على الفرصة هذه احنا طبعاً فرحنا وما زل حنشيل الفرحة هذه يمكن لأيام وسنين يعني طبعاً دائماً المصريين موجودين معانا سنة قوي مش فقط في الرياضة موجودين معانا علمونا أنا يعني أوائي المدرسين في السبعينات كانوا من مصر وجود تحت ظروف مختلفة تماماً يعني تصور يعني من مدن كبيرة فيها خدمات لمدن لقرأ يعني فتحملونا وكان يعني من أسبوع بالضبط رجع مدرس تربية فنية كان موجود ممكن أربعين سنة ويعرف الفجر واستضافوه ويتكلم عن البيوت الصغيرة ازاي فاحنا المصريين موجودين معانا في بناء هذه الدولة في هذه المؤسسة معانا في أمور أكبر من دي لكن طبعاً الأهلي جذور الأهلي موجودة احنا غرسناها هنا طبعاً هم غرسينها باسمهم وسمعتهم وبطولاتهم بس احنا كانت لنا بدايات في التسعينات واعتقد هذه الشجرة وشجرة مثمرة شجرة مباركة الله يديمها على مصر بكبرها إن شاء الله وتكون هي بوابة تعريف الكرة المصرية وثقافة مصر وقوة مصر في الرياضة أنا بشكرك شكراً جزيلاً أنا سوس خالد أنا بشكرك شكراً جزيلاً ودائماً هذه الزيارات إن شاء الله خلال السنوات القادمة تتقرر كثيراً بالتحكيد تحديداً في دورة المرات العربية المتحدة إن شاء الله دولتنا دولتنا تبرد دي نقول بيتنا التانية أو دولتنا التانية أو الأولاني كمانا ما فيش فرق كلمة أخيرة وأنا أقول دعوة مفتوحة للإخوان في مصر إحنا طبعاً الفجيرة فيها مكانيات مختلفة مكانيات اقتصادية اجتماعية رياضية فإحنا نفتح البواب من خلال كل البواباتنا الموجودة وبالذات اقتصاديين إحنا نتشرف بيكم أي وقت ونكون إن شاء الله في خدمتكم بحيث يستفيد للشعبين استفادة جيدة لأن في نهاية اليوم الرخاء الاقتصادي هو الرخاء كابتن وسامة عربي بتشوف إزاي الحفاوة والحرص على تواجد الأهلي ومشاركاته عربياً ودولياً في احتفاليات كثيرة جداً رياضية آه ده حاجة طبعاً ميزة ودي رجع لقيمة النادي الأهلي يعني النادي الأهلي من 1907 وابتدى يكبر لغاية لموسل المكانة دي حتى في الأيام اللي هم نكلم عليها بتاعت التمانينات والتسعينات لعبنا مباراة كثيرة جداً وديها في الدول العربية الشخص كلها الإمارات السعودية الأردن سوريا يعني كله الخليج أو الجانب التاني اللي هو لبنان وكل الأماكن دي اللي عبنا فيها مباراة كثيرة جداً آه فده شيء جميل بيحصل تقارب كده وقلفة بين الشباب العربي ودي حاجة كويسة أيضاً تسويق من النواحي المادية حاجة كويسة جداً إنك كل ما اسمك بيكبر كل ما اتطلب عليك بيزيد وتقدر تستفاد مادياً الحاجة كمان إنه حاجة كويسة إن المصريين اللي عاديين في الدول دي بيشوفوا أنا شفت قد إيه في مباراة روما كنت مع مستر مارتين يول مباراة لك سبناه أربعة ثلاثة الأستاذ كان ملياني إزاي في الإمارات يعني والناس بيبقى سعيدة إزاي إنه أنت النادي الأهلي موجود فهي فيها استفادة من وجوه كتيرة وطبعاً النادي الأهلي هو الاسم الأكبر في المنطقة الإفريقية والشرق الأوسط بصفة عامة يعني كبثة أسامة التجربة لو عايز تنقلها لما تكلمنا معكم شوية عن 8 يعني الاعتزال في عمر 38 سنة والاستمرار 17 أو 18 سنة مع الفريق الأول دي تجربة لازم ندرسها الأجيال طلعة لأن فيه لعبين عمرهم وكان عمر طويل في الملاعب وقال أنا لعبت 9 سنين درجة أولى فريق كبير زي النادي الأهلي فبالنسبة له تجربة كاتت المصامة العربي تجربة فريدة جداً تحب تقول إيه الأجيال اللي طلعوا دلوقتي الشباب اللي تم تصاعدهم وإيه العوامل بعد توفيق ربنا صحانه وتعالى اللي بالتأكيد قلت لنا أنه هو أول عنصر من عناصر النجاح إيه الحاجات التانية اللي ساعدتك على الاستمرار طول الوقت أولاً لازم بقى فيه صبر وفيه مسابرة أنت بتلعف في نادي كبير ده بالنسبة لنادي الأهلي لكن بالنسبة لكل الأندية بصفة عامة أو الرياضيين بصفة عامة أنت بتنافس ناس كتير جداً أنت ما بتخش في فرقة زي النادي الأهلي أنت بتنافس لعبها دوليين بتنافس عدد كبير في مركزك بتنافس كمان حتى لعبها مش بس في ناديك بتنافس حتى اللعبها اللي في الأندية الأخرى لأن النادي الأهلي بتقع عينه على لعبها مويزة وبيستقطبها فأنت لو ما كنتش عندك صبر ومسابرة أنك على طول حاطت نفسك في المستوى المصبوط ما بتلاقيش نفسك جوة الفرقة يعني فعايزة جهد كبير إزاي يعني حط نفسه في المستوى المصبوط بدنياً وزن أكل طبعاً كل ده لازم يبقى نمط حياة حتى لأن إحنا شوف سنة واختفوا من النادي الأهلي واختفوا من الصحة الكروية كمان مش اختفوا من النادي الأهلي بس فعايزة محافظة على الأكل محافظة في التدريب النواقذ اللي عندك تحاول تزودها خاصةً كمان في ظل الاحتراف دلوقتي والأرقام اللي بتتدفع مفروض اللعيب يبقى أنا تمالي بقول لفظ إنه يعني يكون على الشعرة زي ما بيقولوا يعني كل حاجة فيه مصبوطة من النواحي الراحة والوديد دي كمان خطيرة إنك إزاي تنام وتحافظ على نفسك ساعة النوم كويسة الأكل طبعاً الوزن النواقص اللي عندك لما أعد فترة ما بلعبش ما يجيليش إحباط لإن دي سمى تتمرن بروح عالية برضو دي سمى للأسف موجودة في نسبة كبيرة جداً وأنا شفتها سواء في بعض لإن الأهلي عنده موضوع مختلف شوية في بعض لعبة النادي الأهلي اللي أنا مرت أو أنا عملتهم زي ملتهم أو مرنتهم وكثيراً من الأندية الأخرى في بعض الأندية اللعيب لما بلعبش مباراتين تلاتة أربعة خمسة ستة تلاقي وزنه زايد صهران مش مركز تحتاجه بعد كده تلاقيه ما فيش اللعب تيجي تحتاجه تلاقيه ضايع فطبعاً دي مهمة المدير الفني لأنك إنت هتستبعد أو مش هتبقى موجود ولكن أيضاً اللعب عليها عامل كبير قوي دي نقطة خطيرة جداً في ثقافة اللعب المصري واللعب الأوروبي اللعب الأوروبي عشان الاحتراف زي ما بيقولوا احتراف فعلي مية في المية لو مش محافظ على نفسك لوحدك طول الوقت مش هتلاقي نفسك لأنه ما بيعظهرش دي فلوس بتتدفع واستثمارات يعني ممكن جداً وما شفنا أمثال أو أمثلة في اللعبة اللي احترافه في الخارج ممكن جداً فترة تبقى أنت نجمه بعدها شوية ما تلاقي نفسك ممشينك وممكن واحد كان يبقى بعيد جداً على الأضواء وفاك يكسر الدنيا لو كان جاهز وقت المشاركة طبعاً فلازم اللعيب ثقافته تتغير في هذا الموضوع لازم يفرق بين أنه محافظ على نفسه وأكل عيشه والاحتراف اللي هو موجود فيه وبين أنه زعلان أنه ملعبش مسلاً من اللعبين اللي شايف فيهم الفرصة دي عالي جداً لأنه يبقى نجم في النادي الأهلي ومنتخب مصر من الأسماء صغيرة السن اللي صعدت في الفترة اللي فاتت في النادي الأهلي اللي بتتوسم أنه حيبقى نجم كبير لو حافظ على نفسه وركز وأنه يبقى له شأن مع النادي الأهلي لا فيه لعبات بتأدي كويس يعني محمد هاني بيأدي كويس جداً بس معنا مدني ملتزم ومركز أنا مش بتكلم ممكن بعد كده الزهير الأيمن في مصر بعد أحمد فتح ربنا يديله صحة واحد من أفضل الناس المركز دوت ولسه يعني ربنا يديله كمان كذا سنة هاني ممتاز طب خلينا نشوف تقرير ده لقاء مع محمد هاني ونرجع نكمل كلامنا مع الكابتن أساني وراف كانت سفرية كويسة يعني كان ماتش كويس يعني عملنا ماتش ودي فرقة كويسة جداً طبعاً ومستوى كويس عشان يعني الأجازة اللي فات بي الفرقة تستعد بشكل كويس ويعني عشان الماتشات الدوري اللي جاية فإحنا نقدم مستوى كويس وكده فيعني شايف كان ماتش كويس جداً انت الفرقة توقف على رجليات تاني اللي مش بيشاركوا يلعبوا ماتش ودي أحسن ما كنا لعبنا في مصر وكده وطبعاً يعني كان في ستابل كويس جداً من الفرقة والحمد لله أنا عملنا ماتش كويس الحمد لله طبعاً دي بتبقى تحديات جديدة وتحديات قوية طبعاً أقوى يعني ممكن يبقى أقوى من فرقة في مصر ماتشات ودي فيعني دي حاجة كويس جداً طبعاً ان احنا نحتكب بفرق بره ونشوف احنا مستوى نفين وزي من تلك اللي يعني اللي عايز يجهز ويجهز نفسه وكده الماتشات دي هي اللي بتركعك تاني يعني أنا موجود في النل الأهلي أي مركز بيطلب مني أني ألعبه يعني أنا لعبت في أول ممتش لعبت سردباك بقى كده آخر ثلاثة ديها لعبت تفيندر عشان محمود القزار نزله فالواحد بيقدي اللي عليه وبيعمل اللي عليه المطلوب منك أن أنت تنزل وتأدي أقسم عندك وبس تلعب بها في أي مكان أكيد المدير الفني شايف أنت ممكن تبقى كويس في الحتة دي أو تأدي المطلوب منك وأنا بحاول أن أأدي وأعمل علي بس يعني ممكن ألعب ماتش وأريح مثلا خمس ماتش أو تألعب تاني فأنت لازم الماتش اللي أنت تلعبه بعد كده لازم تلعبه كويس ولازم تأدي بشكل كويس يعني الجهاز بتاعك مستني منك أن أنت تأدي بشكل كويس وكمور بتاعك والنادي وكله مستني أن أنت تظهر بمستوى كويس فأنا يعني بحاول على عد مقدر أن أنا حافظة على نفسي وأطماراً كويس التمرين كويس هو اللي بيخليني في الماتش أن أنا بأيبانش مثلا أن أنا بألي ماتشات كتير مابلعبش أو كده طول ما أنا في النادل أهلي طول ما أنا بألعب في النادل أهلي وبشارك وأنا أنا لعيف في النادل أهلي وبسع أن أنا أدي محسن حاجة في النادل أهلي لأن النادل أهلي ده هو اللي عمل لكل اللعيبة اللي موجودة دي فموضاع الاحتراف ده يعني مش اللي أنا قاعد بأفكر فيه يعني خالص والله هي هي الحاجات دي أصلا بتبقى يعني بتجين عندي ربنا كيما تعرفش زي اللي انتقالات اللي 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 بتجين نادل أهلي وتمشي من نادل أهلي الحاجات دي كلها بتحت ربنا نصيب تلاقي العيب جين نادل أهلي فجأة فأنا شايف لأنا طول ما أنا موجود في المكان ده أنا أسع وعمل علي وأي حاجة بقى تانية دي بتاعت ربنا يعني مش مش بفكر فيها كابتن وسام عرابي محمد هاني دايما من الأسماء يعني أشرت في حديثك لللاعب منذ خليل وفعلا من الأسماء للناس بتفاعلة جدا بيها شايف ازاي النجوم اللي طالعين أو اللاعبين الصاعدين في يعني المركزين الأطراف الباك رايت والباك لفت لأنه بيقال من بعض الناس ان عندنا مشكلة في مصر في المركز دي أو ان اللاعبين الموهوبين فيها بقت حالات نادرة لا لا انت تيجي دلوقتي الواحد زي محمد حمدي للنادي المصري اللي هو أصلا ناشئين النادي الأهلي أنا شايف انه يستحق فرصة مع المنتخب ويمكن طالبتي في أكثر من قناة من وجهة نظر الشخصية طبعا مستر كوبر والجهاز المعاون طبعا الاختيار هم اللي بيقودوا والسافينا زي بيقولوا لكن واحد زي محمد حمدي هيبقى واحد من أفضل الزهراء في مصر في المكان الشمال ده لعيب كويس جدا كان معنا في المنتخب الإلومبي مع كابتن حسان البدري وأنا أضع معنا سنتين هيلين ولعيب مميز جدا مع المصري دلوقتي مع حسام حسن شايف انه ممكن يبقى إضافة للمنتخب ممتاز بيدفع كويس بيهاجم كويس روحه عالية جدا واضح انه ملتزم لان في معظم المطشات بتلاقي واحد من أفضل لعيبة المصري وبعدين كمان احنا تعملنا معه بقولك سنتين في المنتخب الإلومبي لعيب ممتاز ومحترم ففي عندك محمد آني عندك محمد حمدي عندك مع الوقت أبو الفتوح من زمالك عندك يعني فيه لعيبة طلعة كتير في المركزين دول كويسين هنتكلم عن علاقة اللعب بالمدارب شوية ليه دائما أبدا كان يقال اللعب وسامع ورابي المداربين بيحبوه حبوا يتعاملوا معاه بيحبوا يعتمدوا عليه بص نمرة واحد أنك تكون بتاعف تلعب ما هو أصلا ده أساسي لا ما هو أنا أقصد إيه إن دي نمرة واحد اللعيب الكرة لازم يكون عنده إمكانيات يلعب كرة قدم واللي يتجي الاتجاه آخر فيه ثلاثة أربع حاجات أي مدرب بيتمناها نمرة واحد إن اللعيب يكون عنده التزام التزام في التدريب التزام في فيما يقال لك من خطط في الواريات تكلفات دي المدربين معظمهم أو كلهم بيحبوها يعني فيه لعيب مهما بيتمرن هواء شوية مش معنى كده إنه ما يطلعش اللي عنده لأ ما إحنا نفرق بين إنه أنت تطلع الإمكانيات الفنية اللي عندك وبإنك إنك بتلعب بمزاجك مش 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 ضمن خطة وفي تيم ورد مش ضمن خطة جماعية يعني هو ميسي ما هو ميسي إحنا بنقول لحسى لعيب في العالم بيعمل حاجات شزة لوحده مش المداري بقوله يقال له رقص ثلاثة أربعة كده بالطريقة دي ولكن في أزمينة كتير من اللقاء ملتزم بمكان محدد ملتزم بأسلوب لعب محدد ملتزم بتكلفات محددة وبعد كده هو بيبدأ من عنده فلكن لو أنت اللعيبة اللي هم الحداشر اللي في الملعب من حارس المرمى لغاية رأس الحربة لو كل واحد بيعمل اللي على هواه وخلاص مش يبقى فيه التنظيم في اللعب وده ما بيخلكش فرقة جماعية جيدة ده فيه رأي كان رأي فاني يقول الفرقة اللي كلها معلمين بلغة الكرة ما تحققاش حاجة ما تفوص لأبدا اللي كل واحد بيشتغل بمزاجه وشايف أنه هو نجم وحيلع بالطريقة اللي هو عايزة لو مش ملتزمين بص أول حاجة في كرة القدم الالتزام الالتزام بقى بحاجات كتيرة جدا التزام تلك في التدريب في النوم في الأكل في الشرب ده شيء والالتزام في الخططي في اللعب إنت لما تيجي تشوف منتخب ألمانيا وإحنا لسه شايفين منتخب ألمانيا والبرازيل المبارح أو المبارح المواتش اللي انتهى للبرازيل 1-0 مش أعلى فنيات في العالم مش أعلى طول عمرهم مش أعلى فنيات في العالم ولكن ولكن عندهم التنظيم ده ما بيخرش الماء هم أحسن فريق في العالم في ده تنظيم مش طبيعي وبعدين أنا يعني أو من الصدف السعيدة أنا مبارح قدامنا كتاب آه طبعا لا لا ده هم كمان آخر ربع ساعة ضغطوا للبرازيل جامد جدا وكان ممكن جدا بسببها يتعدله رغم أن أنا بميل للمنتخب البرازيلي بصفة عامة لأن الكرة جمالية أكتر وده المنتخب الأولاني بالنسبة لي بصفة عامة للمنتخب البرازيلي لكن أنا بتكلم على التنظيم والالتزام المنتخب الألماني عنده تنظيم مش طبيعي مبهور بالتزامهم آه طبعا وبعدين ده كمان أنا شفته جدا ممكن أنا حظ كويس اتعاملنا في الناد الآلي مع خمس ست مدربين ألمان سواء وأنا بلعب أو سواء ساعتهم يعني ما تيجي تقول مستر فايسا ما تيجي تقول مستر هولمن آآ تسوبل ديكسي وساعت تسوبل بعد كده وساعت ديكسي وآآ إيه اللي بيميزهم يا كابتن أساني ما أنا قلتلك عندهم جزئية الالتزام مش طبيعي يعني كل واحد عارف هو بيتحرك فين في الملعب طبعا دي الهدف اللي جابه البرازيل لكن بيحصل أخطاء طبعا لكن أنا بأقول لك على الالتزام والتنظيم عندهم عالي جدا لاعبين ومدربين من خلال تجاربك مع مدربين ومن خلال رؤيتك أحسن الناس اللي مثلا تدريبات شكل التدريبات في التنظيم طبعا المواعيد والكلام ده مين أكتر مدرب اتأثرت فيه استفدت بشغلك معه فنيا في أي جهاز فنيا سواء مدرب أجنبي أو مصر يعني أمثلة وليه بص أنا مش هقولها زي ما الممثلين بيقولوا كلهم أولادين بيقولوا على الأفلام لكن أنا بقول كل واحد اشتغلت معه وأنا لاعب أو وأنا مدرب استفدت منه أنا اشتغلت مثلا أو اتمرنت مع حوالي ست أو سبع مدربين مصريين واشتغلت حوالي مع السادسة أو سبع مدربين أجانب كلاعب وساعدت حوالي تلاتة أو أربعة يعني الأجانب مثلا عندك اشتغلت مع مايكل إيفارد أو يعني تحته مايكل إيفارد باطلر هولمن سوبل اللي هو مارتين يول مارتين يول مارتين يول ومستر مارتين الجزية زعتهم لكن أنا بتكلم لو وجلنا أربعة وتمانين أه بتكلم عن اللي كنت لاعب وهم في الجهاز الفاني كان مدرب منتخب إنجلترا أنا بس أتذكرها دلوقتي دون ريفي دون ريفي كان من أحسن طبعا المدربين وكان مسك منتخب إنجلترا في الستناك ده بس يمكن حظنا اشتغلنا أو قعد معنا فترة قليلة مصرين بقى كابتن محمود الجهاري كابتن سايس كابتن طه السماعيل كابتن آر سلامة كابتن شعو عبد الشافي شايف إنك استفدت الطريقة ما فنية من كل مدرب ساعتنا معا كابتن حسام البدري برضو سنتين في المنتخب الأولمبي وفي بدايتي تحت 17 سنة في أول موسم لو اخترت اسم قلت لنا إنك استفدت من كل واحد اشتغلت معاه أو كنت تحت قيادته كواحد مساعد من المساعدين كواحد من المدربين في جهازه الفني وهو مدير فني أو كلاعب هو بيتولى الإدارة الفنية للفريق وأنت لعب في هذا الوقت لكن لو اخترت لنا اسم اسم مدرب أجنبي واسم مدرب مصري شايف إنهم أسروا عليك جدا سواء في خبراتك كمدرب أو في خبراتك كلاعب في الملعب كابتن محمود الجوهري كمصري وطبعا المصريين كلهم استفدت منك منهم جدا كلهم ليهم بصمات عندي واستفدت منهم في حاجات تدريبات حتى أنا بعملها أحيانا بس نرجحها وبعملها بعد ما فهمت هذا التدريب ده بتعمل ليه والتدريب ده بتعمل ليه ومش مجرد كده وخلاص يعني كابتن الجوهري وهو المدربين الأجانب المدربين الأجانب في كتير استفدت منهم لكن أنا أقول هلما في حاجات وجوزي طبعا ومارتينيون هولمن كنت لعب مش روح من الجهاز الفني وتسوبل وتسوبل كمان تسوبل لعبت معاه وساعدته على فكرة مستر فيسر وهولمن وتسوبل قريبين جدا من بعض بتحس هم التلاتة ألمان بتحس إنه الشكل تنظيم التدريب والفكر وكده قريب جدا من بعض هولمن وتسوبل وفايت يعني أنا أقصد تحس إنهما هو الشعب الألماني عمتا شعب يعني جامد في كل حاجة اقتصاديا ورياضيا كنت بتلاقي حاجات مشتركة في تدريباته وفي صلوك شغل لأنهما عندهم هناك خلي بالك أنا أفتكر وقعة كنا مع مستر هولمن في معسكر في ألمانيا ورغم إنه كان نوصل لمرحلة كبيرة في التدريب سابنا حوالي يومين في المعسكر وقال أنا نازل عشان عندنا حاجة اسمها التجديد في الرخصة نشوف هو وصل لإيه بس بيروحوا اجتمعوا بياخدوا محاضرات تحديث لخبراته تحديث في حاجات طبعا ما بيبقاش بقى زي واحد مبتدي ولكن بيقولوله على أحدث الحاجات اللي حصلت وهو بيناقشوا بعد وكده إنه أحدث الحاجات اللي وصلت مثلا في الناحية العلمية في تدريب في كذا حاجات معينة عشان لو مجددت الرخصة دي بعد فترة بس أنا مش فكر عدد السنوات ما يشتغلش داخل ألمانيا طبعا أنا سألت مرة مدرب مصري ما يشتغلش داخل ألمانيا ما يشتغلش هناك في ألمانيا يعني دي لو مجددتش ما يشتغل تجديد تصريح عمله كمدرب أو الموافقات أو تأهيله كمدير فني طب أنا سألت مرة يعني نجم سابق ومدرب مصري قال لي إزاي أحضر دورات تدريبية مين اللي قيمني وأنا فلان الفكر ده يا كابتال نسام احنا محتاجين نغيره أه طبعا لازم نتغير طبعا لأنه أنت في حاجات مصر خلي بالك أنا حضرت دورات تدريبية كتيرة جدا وفيها دورات كتيرة حاجات مشتركة كتيرة موجودة سواء من مصريين أو من أجاني أو خدتها برا أو خدتها في مصر ولكن حتى لو في معلومة عندك وحد بيكررهارك أو بيقولها لك تاني بتتثبت عندك وبتخليك تفكر في حاجة تانية تبحث فيها ما أخلي بالك أصلا أنت مجرد أنت بتقعد تتناقش وتشوف حاجاته بتاع أنت بتخليك أنت نفسك تبحث في حاجات تانية فأي حد تستفاد منه يعني سواء معلومة جديدة أو معلومة حتى قديمة لك تجارب كمدير فني في الدرجة التانية أو في الممتاز بس قبل دي أنا بس طبعا أكيد استفدت جدا من مستر مانول جوزي أكيد استفدت جدا من مستر مارتينيول ويمكن أنا قلت الكلام ده مرات كتيرة أن مستر مارتينيول واحد من المداربين الجامدين جدا اللي ما خدش حظه في النادي الآن أو في مصر ظروف تجربته كانت سريعة جدا أربعة شهور ونص لكن أنا عن نفسي استفدت منه كتير جدا في حاجات كتيرة يعني هو ومستر ليندمان اللي هو كان مساعد بتاعه أو المدارب الأحمد من الناس استغربتك أكبر أسامة في الوقت ده والإعلام كان بينتقد والجمهور مش راضي لأنه شافوا أنه اسم كبير قوي وعمل النتائج مع توتنهام وعمل له تاريخ كبير والمردود مش على قد الاسم وخبرات معلش وملحقش برضو أنت بتتكلم في أربعة شهور ونص وملحمة وتلعب دوري وإفريقيا وكاس وراء بعض وما تشارت في شراعات وناس سفرت زي رمضان صبح وإيفونا يعني ظروف كانت صعبة وتجربته ما اكتملتش لكنهم داريب أنا استفدت منه كتير طبعا مسترمانو الجزء واحد من الناس اللي أسروا معايا جدا أيضا قلت لك كل الناس اللي أنا اشتغلت معاهم استفدت منهم يعني طب هنرجع نتكلم عن بعض الأمور زي علاقتك وخبراتك وليه دائما أبدا التجربة تكررت أنه فين سجام وتفاهم بينك وبينك كابتن حسام البدري في أكتر من تجربة وهنتكلم كمان عن رأيك في شغل مستر كوبر حاليا مع المنتخب الأول وأداءنا ونتائجنا في المباريات الودية بس قبل ما نتوقف مع التقريب ده أسألك صراحة كابتن حسامة أغرب موقف مريد بي كمدرب مع لاعب مصري في أي فريق توليته الحاجة اللي هي وقفت عندها وقلت يا جماعة لازم نبطل نفكر بالطريقة دي لأن برا بيتعاملوا مع المدربين والأجهزة وبيلتزموا وما بيشغلواش بالهم بالتفاصيل يقولي موقف عمرك ما هتنساه اللعيب قالك حاجة بقيت مستغرب أن اللعيب هتفكر بالطريقة دي أوليها طلبات عن جهازها الفني بتشتتها طول الوقت لا بص أخذ بالك أي لعيب في العالم هيبقى زعلانه وما بلعبش أكيد وإحنا فترتنا ما كناش بنلعب كنا بنزعلاني واللعيبة المحترفين اللي موجودين وما بنشاركوش مع فرقهم يعني مثلا اللي قاعد لمسي تلاقي زعلانه وقاعد لمسي رغم أنه مسي حصل لعيب في العالم لكنه هيبقى زعلانه بطبيعة بطبيعة بشر ونفوس وده حق لازم يكون يعني لازم يكون جواك أنك أنت متطلع أنك أنت عايز تلعب وتشارك هي المشكلة هل أنت بتعمل أشياء تضر بالفريق وبالجماعة ولا لا يعني قل لي موقف دون ذكرى أسماء عشان لو شعر حسيات قل لي لعيب في وقت مراتورس اللي ده هيبقى وزنك رئيدي لا تتفاجئ مثلا أنك أنت بتبقى في الظروف صعبة جدا والفرقة مثلا مهزومة كتير قوي أو موقفة صعبة في الجدول أو أو ظروفة صعبة وبين واحد يطلب مثلا يقول لك مكافئات مثلا بتاعتنا أديبة مثلا أو أو مكافئة مثلا في المباراة مثلا دي مثلا حاجة يعني أنا بستغرب أنه مش باصص أنه مكانه إيه أو هو هو مقدم إيه فريقه أو هو مقدم إيه لأنه فيه نقطة سلبية عمتا ودي برضو شوية عشان إحنا عندنا الاحتراف مش واصل للمرحلة لسه الأوروبية أو كده اللعيبة تمالي عايزة تشوف حقوقها قبل ما تشوف متزاماتها نحي متزامات و ممكن جدا أنا يكون تفكير تغيرت شوية لما بقيت مدرب ما أخلي بالك برضو اللعيب ليه لأنه فيه اللعيبة أنا عصرتها ما كانتش ملتزمة خالص وهي هو لاعج أو ما كانتش بيعمل حاجات معينة لما بقى مدرب تفكيره اختلف في حاجات كتيرة جدا وده يمكن شايف الأمور من زاوية وتمالي بنقوله لللعيبة إنك إنت بتشوف المنظور من وجهة نظرك إنت بس يعني إنت لاعب ضمن 30 إنت شايف إنه إفروض تلعب إنت إفروض تشايف إنك تاخد كل فلوسك إنت شايف إنك إنت ما تتغيرش يعني بيبقى في الملعب ومش عايز كمان يتغير إنت شايف أو عايز كل ده طيب إمتيازات الفريق بقى حقوق الفريق إيه إنت قدت العليك إنت اللي بيلعب في مكانك ده إنت مقيمه هو أفضل منك ولا أحسن منك إنت بتقيمه من وجهة نظرك إنت لكن ما بتقيمهش من وجهة نظر المدرب أو المساعدين المدرب أو الجماهير أو النقار لازم تشوف الأمور بزاوية أو سعي لكن هو بيشوفها من منظوره وده برضو أنا بأعظره ليه لأنك إنت وإنت صغير حتى في الحياة العادية وإنت صغير تفكيرك شوية شوية مع الخبرات بيختلف يعني لكن ده طبيعي في البشر إن كل أحد عايز أحسن حاجة ليه بس المهم أنك تعمل لعليك برضو الأسئلة الجزء اللي جاي أو المتباقي من الحوار هنمشي فيه بأسئلة سريعة جدا وكثيرة جدا عايزين نسمع وجهة نظرك أو إجابتك عنها كلها كابتن أسام هننشوف التقرير ده ولقاء مع محمد نجيب لاعب الفريق الأول خلال رحلة العودة من الإمارات مشاهدين الكرام متواصلين معكم في التغطية الخاصة مع فريق النادي الأهلي في الرحلة العائدة من الفجيرة إلى القاهرة بعد عداء المباراة الودية غعي في هذه اللحظات الكابتن محمد نجيب كابتن نجمي في خط الدفاع فريق النادي الأهلي نجيب برحب بك في البداية وأخيرا نورتنا في هذا اللقاء وبقولك لداء الدفاعي وظهورك سنوات كتيرة جدا مع النادي الأهلي بصراحة بتتعلق بشكل كبير جدا ووقت الأهلي ما بيكون ما بيحتاجك بتبقى موجود في اللحظة اللي عايزة فيك الجهاز الفني طبعا الحمد لله طبعا ده توفيق ربنا طبعا أنا بحاول لنا أطمارن كويس بحاول لنا أطمارن كويس جدا طبعا لأن طبعا أنا بقى لي فترة مصاب فلسه راجع من الاصابة بقى لي فترة فالحمد لله ما بنعب بحاول لنا أبزل أكثر موجود عندي سواء في التمرين أو في المدشاط فربنا يعني الحمد لله بقى موفقني بشكل كبير جدا فعم بقول الحمد لله طبعا ويا رب دايما كده على طول إن شاء الله تعليقك على الزيارة وكانت بصراحة فرصة سعيدة جدا نلتقيته بجمهور الأهل والاستقبال هناك من الأشقاء في الإمارات واحتفالا بهذا النادي الفجيرة في اليوميل الزحب طبعا كان الاحتفال لها طبعا حاجة مشرفة جدا الناس تقبلونا بشكل كويس جدا لا أحس له أحد لا أحس له بره مصر أحس له في بلده وطبعا الجمهور طبعا كان أحس لنا بلعب في مصر وطبعا بقبير مصر بالنسبة لها اللعبة كلها كانت مركزة اللعبة كلها كتعلة دي المسئولية كان نقاتش مهم وطبعا مقاتش يدي بس طبعا تعرف اللعبة الندي الأهلي في الم resemble المagleزيد كل حاجة بتتحسب عليها سواء موداء او رسمي فلحمد الله اللعبة كلها كتعلة دي المسئولية وأدينا بشكل كويس ولحمد الله كسبنا ويزورنا بشكل كويس مستوى كويس. الحمد لله ببراع المصط говорить انه قادقت مفيدة لعبت فيه بشكل جدي وتمرينة قوية لكم في التوقيت الحالي حتى إذا كنت قمت قيمة مباراوة دية في الملعب التيتش في القاهرة طبعاً زي ما أنت عارف يعني الناس اللعبة كلها بقى لها فترة كبيرة طبعاً ما لعبتش فالناس كلها كانت لازم تستعد طبعاً نسا عندنا متشاط في الدوري فترة جاء عندنا بطلقة أفريقيا ناس كانت فرصة كويسة لتبقى موجودة وتولعنا موجودة في الملعب وتثبت نفسها طبعاً فالحمد لله يعني الناس كلها قدت بشكل كويس ناس كلها عملت اللي عليها إن شاء الله يا رب الفترة الجاية تبقى الناس كلها على قد المسئولية ونعمل حاجة كويسة إن شاء الله دائماً أنت عارف أن الجمهور الأهلي دائماً بيبقى عارف اللعيب ده بيخدم الفرقة ومع الفرقة في أي لحظة وبتكلمش حتى لو بلعبش أنت من اللعيب أين أجيب بأمانة لأن دائماً الجمهور بيشيد بيها في المحطات اللي زي ديت مش موجود مثلاً في أفريقيا بتتأيد مثلاً في آخر لحظة متواجد مع الفريق في بعض المباراة الدوري الجزائية دي انت حتى بتلمسح من الجمهور وانت معهم في الشارع لما بيقابلوك ودايماً فعلاً انت بتبقى ملتزم ما بتتكلمش وبتحتاري موجة نظر الجهاز الفني دي جزائية مهمة جداً في ظل انت كمال ما بترعب تبقى متقلق وتظهر بشكل كبير جداً طبعاً بقول الحمض لله طبعاً لا توفيق ربنا انا بحاول اننا موجود في الملعب بحاول اننا ابزل اقصى موجود عندي بحاول اننا اد بشكل كويس بحاول ان 애 أظهر بشكل كويس انا بحاول ان اآ طول اننا دايماً يعني في الماتشات بحاسب نفسي بعد كل ماش بحاسب نفسي صعبعاً اكيد صعبعاً عملت لا اعدي غلط داي صح طول انت موجود في الملعب عندما تبطر الكرة لازم تحسب نفسك لو ما حسبتش نفسك في كل في المطشات كلها أو أنت الأخطاء اللي بتعملها سواء حاجة كويسة أو حاجة وعشة حاجة كويسة بتحاولنا تتطور منها الحاجة الوحشة بتحاولنا تتفاعدها الفترة في أي مطش تاني فالحاجات دي بتفرق مع الواحد بشكل كبير فالحمد لله يعني أنا ما بنزل ملعب أنا بحاول أن أبزل أقصب عندي بحاول أن أقدي بشكل كويس الحامد لله يعني فأقول الحمد لله مثلاً أنت تتفرج على نفسك بعد المباراة وبتشوف أدائك لعبة مثلاً ما ظهرشها بشكل كويس أو ما غطيتشها بشكل كويس بتؤثر عليك في المباراة اللي بعد كده ولا أنت بتتفرج بهدف إيه بالنسبالك أو يعني هل ده ممكن مثلاً أنا ممكن أتفرج على شغلي ممكن حاجة غلط ممكن تؤثر علي أو متأثرش علي أنت كلعيب وكخبرة كبيرة مثلاً مع النادي الأهلي الجزائي دي شايفها إزاي؟ لا لا أنت بتتفرج أن أنت مثلاً الخطأ اللي بتعمله أنت بتحاولش أنك تكرره تاني أو تحاول يعني لو نفس الموقف حصر لك في مطش تاني أو في وقت تاني أنت ما تكرروش قبل كده أنت عارف الموقف أنت تعملت غلط أو تحاول تصححه فده ده بيفرق مع أي لعيب يعني مشارت في المركز بتاع في كل المركز كلها فالحمد لله يعني أنا دايماً يعني بحسب نفسي بشوف أنا عملتي غلط بحاول لأنا ما أكرروشي حاجات الصحة بحاول بزودها فقدي بتفرج معي لعيب في الملعب فالحمد لله يعني أنا بحاول أفزي يعني في الملعب بحاول أقصى موجود عندي أظهر بشكل كويس لأننا ما نبلعبش كتير أو في الملعب بحاول لنا أبقى كويس الحمد لله يعني فالحمد لله توفير ربنا بقى موجود وربنا بكرم كلام طبعاً عقلاني وكلام أكثر من رائع قالوا لعبنا مدافع الفريق الأول بالنادي آلي محمد نجيب بيتفق مع الأشار له كابتن أسام عوام ده برضو من الناس المحترمة جداً الناس اللي يدت لنادي آلي في السيدين اللي لعبها بإخلاص ولعب تحب أنه موجود في فرقتك يعني ووقت ما الفريق بيحتاجه على الجهاز الفني بيدفع به رغم غياب وفترات بيكون جاهز مركز وعايز يشارك وشخصية محترمة جداً ورجل كابتن أسامة في الضخائق القليلة المتبقية هكتور كوبر المدير الفني منتخب مصر الناس راضية جداً عن كل شيء وناس مش راضية على الإطلاق وبتقول أن لا مش شايفين شغله الفني مقنع لنا أو مرضي لنا وناس تقول المنتخب ماشي بخطوات أو بشكل أكتر رأيكي ما فيش شك إنه عمل إنجاز إنه وصل كاس عالم بعد 28 سنة إنجاز وصل النهاية إفريقيا إنجاز لكن يمكن الناس الأداء مش ممتع قوي يعني على مدار مثلاً نقول لعبنا 30 ماتش مثلاً في إفريقيا وتصفات كاس العالم ونهايات كاس الأمم ونهايات كاس الأمم مثلاً يعني عدد المباريات اللي الكرة فيها حلوة اللي هي كانت الناس شايفها 2010 أو 2008 وكده أقل وده بس مش راجع لمستر كوبر الواحد برضو الخمات مش كلها زي أو بكم العدد اللي كان موجود في 2008 و2006 و2010 مع كابتن حسن شحاته ده جزء برضو مش مسؤول عنه وفي بعض طبعاً الناس المميزة قوي لكن بكلم في المجموعة 25 أو 30 لعب مش نفس الخامة اللي كانت موجودة فده جزء لكنه نجح هو بيلعب بأسلوب معين وواضح جداً مش هغيره طبعاً واضحة جداً في الأمم إفريقية واضحة جداً في الأمم إفريقية واضحة جداً في تنسفات كاس العالم واضحة جداً في المبارات الودية وأخيراً مبارات البرتغال واليونان أسلوب محدد بيرتكز على التنظيم الدفاعي بكسافة جداً وخطوط كلها متقربة في الخط الخلفي وفعلا دي قللت هو نجح في دي قللت الفرص أو عدد الفرص اللي بيجي على المنتخب المصري ولكن هي خطورة الموضوع ده انك انت بيحصل أخطاء في النهاية بيحصل أخطاء هي المشكلة واللعب أقرب لمرماك في فترات كتيرة الأسلوب انك انت تتحفظ ده في وقت معين ده موجود في الكرة العالمية في أحسن الفرق البرازيل بتعمل كده آخر تلت ساعة البرازيل مورينيو كمدير فني أحيانا بيعمل ده أسلوبه طول الوقت آه يعني مورينيو أسلوبه غير جارليولا غير كل المداري بيبقى ليه فكر فيه ناس بتميل أكتر للشكل التنظيم الدفاعي قوي واللعب على الهجمات مرتدة وفيه ناس بتلعب لعب أقرب للهجوم زي فرقة برشلونة زي فرقة برشلونة طبعا عندهم تنظيم دفاعي ولكن الأول الهجومي وفيه ناس عندهم توازن فهو مستر كوبر ميل واضح جدا من أسلوبه أنه ميل أكتر للتنظيم الدفاعي جدا واللعب على الهجمات المرتدة عن طريق صلاح عن طريق تريزي جي وغالبا عن طريق صلاح أكتر سواء في مباراة البرتغال وضحت مباراة اليونان وضحت طبعا مباراة البرتغال قدنا فيها تلت ساعة أو عشرين ديها كويس لكن الشوت أولي ما كانش كويس قوي من وجه نظري شوت تاني أفضل نسبيا ولكن الدعاية الأخيرة الوقت الدعاية مش كتيرة يعني الدعاية اللي انت بتلعب فيها بسيطرة وكورة فيها إيجابية مش كتيرة لكن هو أدى تجربة اعتبر جيدة جدا بصرف نظر عن الهزيمة مش هي دي القضية طب إشارة لمباراة البرتغال بصراحة كابتون السامة وكيد سمعت الأراضي فيه ناس بتقول المنتخب لا يردين مستوى الفني وليس قويا من وجهة نظرهم والفارق النوعي عامله محمد صلاح من وجهة نظر أصحاب الرأي ده بيقولوا ده المنتخب العنصر اللي فارق معاه أو مخلي الشكل أفضل من واقع حجم القدرات والإمكانات الموجودة عند المجموعة دي هو محمد صلاح متفق ولا مختلف مع أصحاب الرأي ده وليه لا مختلف متفق في جزئية ومختلف في جزئية أولا مفيش لعيب لوحده هيقدر يعمل كل حاجة دي نقطة ولكن هي فيه برضو فيها جزء سليل هو إيه أنه الجزء الخطر عندك اللي أنت مرتكن علي قوي هو محمد صلاح يعني أنت تنظيميا الفرقة بتدافع كويس يعني أنت فعلا تنظيميا حتى في عدم وجود صلاح بيدفعه كويس في الجزء ده إحنا نكحين فيه ولكن الجزء الهجومي أنت خطر لما الكرة بتروح لمحمد صلاح فبالتالي معتمد عليه بنسبة كبيرة أو السياسي جياز فني وكفري هي مشكلة أن في عدم وجود صلاح المنتخب هيتأثر كتير شوية فعاليته أو خطورته الهجومية بتقليل؟ فكرة في المنتخب بتاع الفين وتمانية إيه؟ أنه رغم وجود أبو تريك رغم وجود زيدان رغم وجود دعماد متعب رغم وجود هتقول بقى سامي حسن عبد الربو هتقول أحمد حسن مجموعة كبيرة ومميزة لما حد بيغيب فيهم التأثير على المنتخب مش يبقى زي دلوقتي محمد صلاح لو غاب تأثيره هيبقى محسر شوية على المنتخب لكن مش معنى كده أن المنتخب هيبقى سيء من غير محمد صلاح هتأدي شكل كويس بس ممكن بقى ناس تدافع عن ده كابتن أساما يقول والله أصحاب الرأي ده ما بيقصوش عالميا ما احنا عندنا البرتغال لو عملنا قياس عليها وهذا موجود ده موجود في العالم أصل النجم اللي هو شاز ده حتى مارادونا مع الأرجنتين في تسعين أو ستة وتمانين لكن الفرقة التانية اللي معاه هيلة برضو من غير مارادونا هي الفكرة كلها أنك أنت العنصر التهديفي أنت كل أو مرتكز أول على محمد صلاح يعني أنت ما تشوف عدد الأهداف اللي جات في المتشاط الودية أو الرسمية هتلاقي تسعين في المية مع محمد صلاح ما فيش وضوح في نقط تانية تجيب أجوان هي دي المشكلة يعني حتى المنتخب البرتغالي على فكرة طب أخيرا يا كابتن أساما قياسا على المؤشرات دي كلها أخيرا أختتم بسؤال صريح جدا أكيد لو سألتك عن أمياتك هتقولي هتمنى ناخد كاس العالم شأنك شأن أي مشجع أو مواطن مصري خصوصا أنك ناجم سابق من نجوم المنتخب أنا مش أقوله طيب يعني من كل دي الممنيات ولكن الواقع لتقييمك الواقعي لفرصنا في المنطقة أهو أنت دا اللي قلته معلش إحنا لو قلنا ناخد كاس عالم يبقى إحنا بنتحك على نفسنا زي ما أنا أجي في الجدول الدوري واجأقول النادي الأهلي عنده أحسن لعيبة النادي الأهلي أحسن ميزانيات أحسن جمول أحسن بتاع وبعينها أجأقول أنا النادي فلاني الفلاني بدون ذكر إسم أنا جماعة إحنا ممكن ناخد الدوري السنادي لا معلش أنت كده بتتكلم برا الواقع خالص فأنت أنا بطلب من اللعيبة فوق طاقتهم الهدف الهدف لازم يكون في متناولك مش قليل إذن ما هو الهدف مش قليل مش قليل عشان برضو ما بقاش أنا محبط أو بتقول حاجة لكن برضو أحط الأهدف المعقولة والمتوقعة شايفنا فين في المنافسة وإحنا داخلين البطولات أنا شايف أن إحنا في مجموعة ممكن جدا نعد الدوري التاني منتخب أرجوي طبعا هو أفضل المنتخبات اللي موجودة يعني يكفي أنه موجود سوارز وكافاني ودول مشكلة في الخط الأمامي منتخب خبراته كبيرة عشان على طول محتكب أمريكا مرازيل وارجنتين مرازيل وارجنتين واتشيلي وفنزويلا يعني كلهم كولومبيا فاحتكاكم جامد جدا أقوى منك لما تيجي تتكلم على المنتخب الروس ممكن دعمل تتجاه إجابية معاه برضو لكن ما تيجي تتجالب على المنتخب الروسي والمنتخب السعودي المنتخب السعودي في متناولك لكن المباركة تبقى سهلة عشان منتخبات عربية مع بعض وتملي المنتخبات العربية مع بعض بتبقى العملية فيها شوية عصبية جربي بقى خاص منتخب روسيا هو الحاجة الوحيدة اللي ضدك إنه بس في ملعبهم لكن منتخب برضو في المتناول يعني ممكن جدا جدا إنك إنت تعمل نتيجة وتعدد دوري التاني هتقابل مين بقى؟ معلش إنت لما ديجي مثلا أن تيجي تلعب لو إنت مثلا هتقابل ألمانيا أو البرازيل مش مطلوب من اللعب أني لازم تكسب ألمانيا أو البرازيل عشان أنا أقول أن أنا بس مطلوب تلعب مباراة جيد مطلوب تلعب مباراة جيد فأنا شايف إنه إحنا عندنا فرصة إنك إنت تعدي الدور الأولاني ولكن بعد كده سيبها للظروف لكن إنت لازم تلعب على إنك تبقى واحد من الاتنين نتمنى إن شاء الله وتدريجيا أن نشوف الفرص ومصار فريقنا في المونديال إن شاء الله أنا بشكرك جدا لأوجودك معنا النهاردة تسعدنا بوجودك معنا على شاشة قناة الأهلي ونهاردة كمان الأهلي يحاور عرفنا تفاصيل كتير قوي عن حياة وعن مشوار نجاح وحصد بطولات وألقاب عدد كبير منها طبعا مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر الكابتن أسامة عرابي نجمع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بشكرك شكرا جزيلا كابتن أسامة شكرا لك الله وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الحلقة وهذا الحوار بشكر حضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء